العيد في كرة القدم المصرية دايماً حاجة تانية أزمات، بيانات، انسحابات وإيقافات كل سنة وانتم طيبين أسبوع أجازة العيد ما كانتش أجازة لكل العاملين في كرة القدم المصرية أزمات كثيرة وجد الأكبر والعب دايماً في نظام الكرة مفيش نظام بيساوي أزمات ومشاكل دي القعدة اللي مش ممكن تتغير وماينفعش يبقى ليها استثناءات تاريخ طويل من العشوائية والفهلوة في إدارة كرة القدم المصرية كلام يمكن مش جديد بس الأحداث برضو ما فيهاش جديد وربنا ما يقطع لنا عاد يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كل سنة وانتم طيبين وحشتونا أسبوع غياب نتقدكم جداً في رقم عشرة والواحد كان يتمنى أن احنا نرجع الأسبوع ده نتكلم بقى عن جمال اليورو وحلوة اليورو مفاجآت اليورو نتكلم على أداء ألمانيا نتكلم على أداء أسبانيا نتكلم على ساوس جدوى اللي بيعمله في إنجلترا نتكلم على إصابة مبابيف في أنفو نتكلم على الكرة الحلوة الكرة اللي مش حلوة في اليورو نتكلم في الكرة نتكلم في الكرة طيب إحنا السنة دي على غير العادة عندنا دوري يبدو دوري هادئ بعض الشيء مفوش عزمات كتير مفوش مشاكل كتير والدنيا كانت ماشية بقول مش كتير عشان كان فيه بس قليل كده إيه كل فترة كده إيه نادي يطلع بيان وفجأة وبدون مقدمات ولعت يا جماعة ما إحنا هديين ما إحنا حلوين ما إحنا جمال ما إحنا ماشيين كويس ما إحنا ماشيين كويس وبنقول أهو هنحسن هبا حصلت مشكلة تبيعته طبعا اللي حصل في مباراة الزمالك والمصري وبيان الزمالك ما بعد المباراة والتفاصيل كلها خلاص بيت أمام حضراتكم آخر تحديثات هذا الأمر أنه المتحدث الرسمي لنادي الزمالك قال أنه مجلس الإدارة عند موقفه وما فيش خود لمباراة الأهلي يوم الثلاثة بعد اجتماع رئيس نادي الزمالك النهاردة كابتن حسين لبيب مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ما فيش جديد طيب نمشي بقى إيه واحدة واحدة وأنا جاي فاطفض معاك النهاردة وتعالى نتفق أنا وحضرتك على اتفاق لذيذ كده حلو يخلي الحديث هادي كلنا بنحب الكورة بنحب إيه الكورة مش اللي حوالينها أزمتها بقى ومشاكلها دي وبيعا أن يكون في حد عجبه كورة القدم وفيها أزمات ومشاكل مش منطق يعني الناس الهدية العقلة اللي بتفهم الكويسة اللي عندها ضميين ما تحبش يبقى فيه مشاكل نحب بس الكورة ونحب الكورة عندنا تبقى فيها تطوير وفيها تحسن وفيها مكانة طبيعية لكورة القدم المصرية صح؟ أكيد أنا وإنت كده نمشي وحدة وحدة أول حاجة هل إدارة كورة القدم المصرية تسير بالشكل الصحيح؟ مش السنة دي بس من عشرات السنوات؟ لأ 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 دي ولأ قطعة وما فيهاش استثنيات لأ من يدير كورة القدم المصرية من عشرات السنوات لا يديرها بالشكل الصحيح وكثير من الأزمات المتكررة أنا ممكن أجيب لك من تلاتين أربعين خمسين سنة مشاكل مشابهة للي احنا في دلوقتي ده اللي هو النادي عايز ينسحب فريق عايز يأجل فريق ما بيتأجله فريق تاني لا ما بيتأجلهش حكم احتسب قرار خطأ بص كلها مكررة والأزمات متشابهة جدا ليه؟ لأن الرأس الإدارة بتاعة كورة القدم المصرية إدارة دائما وأبدا عفوا واسمح لي أقولها بشكل واضع عشان إحنا يقولنا عن فالفال معبطن النهاردة إدارة دائما فاشلة فاشلة قولا واحد لا تقول لي بقى إيه أصله ده كان بص مش مكلمة على أشخاص دلوقتي مكلمة على الإدارة ممكن الأشخاص يبقوا جمال ولزازو وهيلين أنا مش بك أنا مش هتكلم على أنا مش هقول أسماء النهاردة بس انت عندك مشكلة في الإدارة ده واحد خلص المتفقين على ده مش معتقدش أني انت هتختلف معي في النهاردة دي عشان ممكن نختلف في بعض الحاجات بعد كده بس دي مش هنختلف فيها طيب هل المسابقات في كرة القدم المصرية تدار بشكل سليم أبدا من عشرات السنوات عندنا تأجيلات وعندنا دورة ما بيكملش في معايده وعندنا دورة بيطول أو 7-8-9-10 شهور ممكن سنة عندنا ده بيحصل دايما عندنا عندها بتطلب تأجيلات بتاخد عندنا تأجيلات بتيجي من الاتحاد أو من الرابطة بقى دلوقتي بالمزاج ماشي عندنا تغيير في موعد المباريات بالمزاج ماشي عندها كل حاجة بتحصل بص كل حاجة بتحصل في المسابقة المصرية دي اللي هي المسابقة الدولي دايما بتحصل بخل من الجميع ماشي دي نقطة متفقين برضو على دي وأنا متأكد اللي جاية ودي بقى نقطة مهمة جدا لن ينصدح حال كرة القدم المصرية طول ما احنا مش حطين لوائح واضحة تنفذ على الجميع يعني يعني حضرتك دلوقتي في نادي مش عايز يلعب أنا مش عايز أعود مع النادي ده واتفاهم معاه لا اللي هي حابة تقول ايه مش هتلعب في كذا 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 في خصم سلاس نقاط في خسارة مباراة في اللي هي حابة تقول كده طيب في حكم أضر بنادي في المسابقة بفريق في المسابقة بشكل فجة مثلا والله اللي هي حابة تقول واحد اتنين تلاتة في نادي تجاوز ضد المنظومة بتاعت الكورة رئيس رابطة رئيس اتحاد رئيس لجنة حكام تجاوز ضد حكم والله اللي هي بتقول كذا 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 لكن فكرة برضو كل شوية ندرها بالتليفونات ندرها باجتماعات ندرها بالحب يلا نخلص المشكلة دي بقاعدة عرب ده مش نظام ده عشوائية ليه عشان لو تعملت كده النهاردة بالطريقة دي مع اي نادي مع النادي التاني بيقول انا كمان انا كمان عندي مشكلة حلهالي انا كمان عندي مشكلة حلهالي وهكذا هنفضل ماشيين نفس الطريقة فدي جزئية جزئية اللي جاية دي انا قلت لك هفضفض معاك فاسمحلي يعني مفيش ناديين في العالم في العالم بياخدوا حقهم تالت وامتلت الا الا الاهل والزمالك يعني ريال مدريد وبرشلونة في اسبانيا ما بياخدوش حقهم اقتر من كل الاندائي اللي في الدوري ممكن ياخدوا جزء بس مش بالطريقة دي في انجلترا مانشستر سيتي وليفربورو مانشستر ما ياخدوش حقهم اكتر من باقي الاندائي في ايطاليا انتر وميلا ويوفي ما ياخدوش حقهم زي اكتر من باقي الاندائي في ايه حتة في العالم مفيش ناديين مفيش ناديين بياخدو حقهم وبيتدلعو واللي انت عايزو هعملهو لك واهم حاجة انت اكبر ناديين في مصر والناديين اللي عندهم الجامهالي الاكبر ما تزعلوش اقول لك حاجة ممكن تسمعها الاول مرة في حياتك في رئيس سابق لنجنة الحكام المصرية كان بيقعد مع الحكام يقولهم لمصلحتك يا عم لمصلحتك يا حكم ما تزعلش الاهل والزمالك تمام اكتر ناديين في مصر عندهم بيانات وعندهم اعتراضات وعندهم مشاكل مع الحكام هم اكتر ناديين بياخدو حقهم تالتهم تالت الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي هتقول انت مداخل الاهلي او بكلمك انه نهار بكنا بأكورت القدم المصري بشكل عين مش بكلمك على مشكلة يعني مش بكلمك على حد بعينه فدي جزئية جزئية اللي جاية هي تتخص الحدث نفسه الزمالك اصدر بيان بعد مباراة المصري ليه كان معطرد على وقاعة معينة تحكمية في المباراة وضربة جزاء زيزو والتفاصيل وكل الكلام ده انا تقريبا معظم الحاجات اللي جات في بيان نادي الزمالك اصلا متفق معاه ولكن هتقولي اول متفق معاه هقول لك والله يا معطرد على التحكيم من حقك هجيب لك بعد شوية البيانات في الأندية العالمية لما يجبوا معطردين على التحكيم بتبقى الصير عاملة ازاي عشان بس دي نقطة كمان مهمة بس هجيلك على أندها بعد شوية ازاي ما لك معطرد مثلا على جدول المسابقة و جدول المباراة من حيث المبدأ ما هي المسابقة كلها بايزة احنا هنخبع على مين يعني اه ترتيب المطشط ومؤجلات وفوق وتاعت كلها بايزة ماشي بس انا عايز اطلب او مش اطلب اسأل نادي الزمالك سؤالين منطقيين جدا اول حاجة انت كنت مؤطرد على التحكيم في المباراة المصري وحقك تعمل اللي انت عايزه وتكتب بيان اللي انت عايزه بالمناسبة معطرد جدا على فكرة انه الحكم يحكم لي او ما يحكم ليش دي دي ما بتحصلش في الدنيا بس بيعملها الزمالك والاوي بيعملها كل الاندية يعني بيجي ويعترض على التحكيم ويقولك بس الحكم ده ما يحكم ليش ما فيش كده الحكم يتعاقب والحكم يتجازة والحكم ما ياخدش مباراة ده لازم يحصل تاني حاجة قصة مباراة الدول الاول لازم تخلص عشان مش هنلعب قبل ما المنافس يلعب والتفاصيل دي حسيبك بقى من ايه من الجدل اللي هو بتاع صح ولا غلط واسأل سؤال منطقي جدا جدا بمنتهى الهدوء الجدول ده بتاع الدول الاول مع تبقى من مباراة الدول الاول او معجلات الدول الاول ومباراة الدول التاني حتى الاسبوع التلاتين اعلن من رابطة الاندية في شهر فبراير الماضي الزمالك يعترض عليه في شهر يونيو بعد اربع شهور يعني لو الزمالك بعد ما رابط الاندية او لجل المسابقات اعلنت في شهر اربعة او شهر اتنين الجدول ده فالزمالك رفع ايده قال لا انا اعترض حقك تعب انا اقعد ونتفق ونشوف للزمالك معترض ليه وكلامه المنطقة ده بعد اربع شهور ليه ليه ما احنا الدنيا هادية طيب السؤال التالت يعني لو المباراة المصر دي اعدت بهدوء زمالك كسبها او ما اكسبهاش بس ما كانش عنده مشاكل تحكمية ما كانش الزمالك هيعترض على المباراة دي ماشي ادي النقطة نقطة الاهم وده حبا واحتراما وتقديرا لمجلس ادارة نادي الزمالك الحالي الناس دي انا دايما بقول الجملة دي دخلوا النادي في مهمة اشبه مهمة تحريف في امور صعبة وشبه مستحيلة وحلوها وخدوا بطولة كمان تكون فيدرالية فيش خلاف بس يا جماعة يا كابتل حسين يا كل الناس المحترم المجلس ده كله ناس اللي فيه محترمين يا كل الناس المحترمة في المجلس نحنا لما صدقنا الدنيا هديت نحنا لما صدقنا الزمالك رجع زمالك بمصلحة الكرة المصرية بيحترامه للانديا الاخرى بيهدوءه بتفاصيله بشيكته بجماله لما صدقنا لو سمحته هتقول لي انت بتغلط الزمالك والله ما بغلط حد النهاردة غير نظام كورت القدم المصرية بس من حق برضه اعتب على ناس احترمهم وقدرهم جدا بعدين البيان اللي طلع تحسوا بيان بلا راجعة زي الرصاصة كده اتضربت مفقوش راجعة اللي هو انا مش هلعب لما مجلس تخلص طب يا سيدي طب يعني في السيغة كده اقول ايه انا بطالب ان المؤجلات تخلص الاول مش لازم اقول مش هلعب عشان حتى لو حبيها ناخد خطة والولا ناخدها بالروح لكن الموضوع دخل الوقت في سكة ايه ما انا لو رجعت في كلامي هيقوله ومش عارف ايه والجمهور كتب لافت المطش اللي فات وقال احنا وراك ليه نخش في القصة دي تاني زمالك في الطريق الصحيح بالمناسبة زمالك خادر كونفيدرالية ودي كانت حاجة صعبة جدا في الظروف اللي كان فيها نادي الزمالك الزمالك بعيد شوية عن المنافسة عن الدورة وان كان مش مستحيل انه يكسب والد ادام النقاط لسه قائمة بس حتى لو الزمالك خسر الدور السنة دي برضو منطقي في الظروف الصعبة دي وهو الزمالك بيبني والزمالك بيتحسن لما مايلعبش مباراة الاهلي وحكم المنافسة يعني ما انت بتدي فرصة للمنافسة التقديدي بتاعك انه ياخد ثلاث نقاط مجانية ينافس اكتر يتقدم اكتر في جدول ترتيب الدوري يريح وقته اكتر قبل المباراة اللي جاية اللي بعد الزمالك يعني فحتى بالمنطق المصلحة الفنية والقراية انت خسران ملخص الكلام ده ايه؟ النظام مليان مشاكل نظام الكورة في مصر مليان مشاكل لابد ان تحل هذه المشاكل بقرارات واضحة مفيش مانع يا جماعة نشوف لجنة تحكيم اكثر احترافية واضح ان لجنة تحكيم واضح ان برير عنده مشاكل واضح يا جماعة خلاص احنا جابين واحد اجنابي عشان يحللنا مشاكل كثيرة ساعتنا دي لن ينصلح الحال الا لما نظام الكورة في مصر يبقى اقوى اقوى من الاهل والزمالك بشرط هيبقى اقوى ازاي؟ بلواقح واضحة وساعت الاهل والزمالك مش هيزعلوا ان النظام الكورة اقوى بس اللواح عندنا دايما عاملة كده بالمناسبة يعني تعالي اقول بس ايه اخدك في جزئية كده بعد كده هارجع لحاجة تانية بس تعالي اقولك البيانات الكتير اللي طلعت في الفترة الاخيرة في كرة القضاء المساكلة كل واحد بيطلع بيان ماشي من حقك برضو انا ايه انا مقرأ بقى مسؤول نادي وابعايز اعمل كده من حقك هي حاجة مزعجة بالنسبة لي ان احنا نعيش كل شوية في مشاكل زي دي بس كل نادي يقولك ده حقي انا بشوف مصلحة نادي تعالي نشوف ده بيان نادي الزمالك هاخد لك مختطفات كده يؤكد نادي الزمالك انطلاقا من سوابته التي لا يحيد عنها دائما تمسكه غير المشروط بقية من روح الرياضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول الى منافس العدلة وهكذا ولذلك نعلن ونؤكد على استياءنا الكامل من التجاوزات التحكمية الصاريخة هات اللي بعده انا بس عايز اقولك ملحوظة بس في البيانات انه لن يشارك فريق الزمالك في اي مباراة من مباراة الدوري التاني قبل ان تستكمل الفرقة المتنافسة جميع مباراة الدور الاول انت ده بلجنة محيدة من خارج مجلس اضايا اتحاد الكرة وابت لان ده لعادة تنظيم وترتيم مباراة الدوري بما يضمن الحياد الكامل هات اللي بعده ان تكون مباراة فارقه المقبلة ودي خلاص عرفناها ويهب مجلس دورة نادي الزمالك بكافة الجهاد المعناية بتنظيم واضاية البطولة ان تتدارك عدالة وقوناية مطالب نادي الزمالك وانطلع الى ان تبادر تلك الجهاد فورا الى تأكيد حيادها ومضاعياتها واتخاذ كافة الاجراءات والكارات اللازمة هات البعين بقى اللي بعده ده كان الزمالك وده بيان كان قبل ده يعني البيان ده كان اخر بيان اللي قبله ده كان اخر بيان نادي الزمالك وده بيان اخر وياك المجلس دورة نادي الزمالك ونفس القصة ومن سنفكة حرصة المجلس الى دعم المؤسسات القائمة على تنظيم المشابقة المتمثلة في رابط الاندية المصرية هات البيانات هات كل البيانات ولا بعض كده هات كان الاهلي مطلع بيان كان صرامية كلوبطرة مطلع بيان لسه برضه عند بيان نادي الزمالك هات اللي بعده عايز اخدك لملحوظة مهمة جدا يعني كميل له الشباب هاته البيان اللي بعده على طول ده كان بيان النادي الاهلي اربع طلبات عجلة الاهلي متحاد الكرة ارسل النادي الاهلي خطابا في ظل الاسراء على تطبيق عدم اللوائح والالتزام بالقطور الادارية الصحيحة ووجود اقطاع تحكمات بص البيان كبير يعني مكتوب كتير يعني صيغة كبيرة يعني هات اللي بعده انا هقول لك انه ليه جايب البيانات دي لوقتي ده برضو كان بيان بالنادي بيرامدز بيعرب مجلس النادي عن تقديره كامل اتجاه فريق بيرامدز اللي اذا قد ضعوا مباراة كبيرة لعب عشرة لعبين ونحن اذن الله نريد الانتقاص من نفوز نادي الزمالك فاننا نؤكد ان مشكلتنا كانت مع القوارات التحكمية الفاضحة والوهمية اتجاه بيرامدز خلال المباراة والكروت السفراء والحمراء ان غياب العدالة والنزاهة يؤدي الى الانحضار وكهارات التحكم في وبراط قبل النهائي كأس مصر كانت مرجلة خب بالك من الصيغة بتاعت البيانات هات اللي بعده ده كان واحد من بيرامدز ده كان من بلدات المحلة تقدمنا اليوم بمذكرة للسادة المسؤولين والنهاب احمد دياب رئيس سرط الاندال محترفة عن تحكيات تحكمية صاريخة ويتم ارتكابها وبعد كده في الاخر كان لذلك نويب السادة المسؤولين وصلناه على قرار الالتزام بالحداية وخلق بيئة البيئة المناسبة لانجاح الدولة المصر الذي ما زال هو الاقوى في الوطن العربي والشرق الاوسط والهدف هو المنافسة في الاخر حافظ الله مصر وحافظ الله كل مصري شريف وهلك من غير ذلك ده سيراميكا كليوباترا بص الصيغة بقى بص الجمال طفح الكيل وسقطت الاقنعة يا جماعة ده يا جماعة يا جماعة دي بيانات حربية دي مش دي بيانات حربة مش بيانات كورة طفح الكيل ونفس الصبر واستمرت الاقطاء التحكمية وتتابعت بشكل متكرر انا ليه بجيبلك ده كله حتى الصيغة بتاعة البيانات اوبر مبالغ فيها يا جماعة دي كورة احنا ليه كل واحد عايز يقوله ده حقي لو احكاتب لي بيان بص الصيغة طفح الكيل وسقطت الاقنعة يا السلام ايه الكلام الكبير ده احنا بنتكلم في الكورة بنكبر المواضيع ليه بيانات 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 طول الوقت طيب دي بيانات بتاعتنا القد كده هو كده بص طول قد كده هو وعريضة وكلام كبير وكلام تييل بص الناس بره بقى لما بتقص تعترض بتعترض ازاي لان ده في ورقة برضو سعب التحكم بيضايقها بتعترض ازاي بص ده مثلا كان بيان بنيال مدريد كان بعد التعادل مع بالينسا في الجولة 27 من الدول الاسباني وكان تم إلغاء وقتها هدف لبيرينجهام التالت لصالح الريال قالوا ايه بقى الريال في بيان كده بسيط مكتضب جدا قال لك قرار تحكيمي غير مصبوك منعنا من الفوز على بالينسيا متصدر الدولي كان يستحق الحصول على السلاس نقاط يا سلام بس كده سهلا يا هات اللي بعده ده كان بيان من ليفربور ردا على اعتراف لجنة الحكومة اعترفت بصحة هدف لويس دياز في الشباك توتنهام في الدوري وقال من الواضح ان التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما قدى الى المساس بالنزاهة الرياضية ونحن نتقبل تماما الضغوط التي بص الكلام ونحن نتقبل تماما الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباراة لكن من المفترض ان يتم تخفيف هذه الضغوط وليس تفاكمها من خلال وجود تقنية الفيديو ماشي بص بيان ارسنان انا بس بفاهمك الصغر بتبقى عاملة ازاي لما عوزة اعترد يعني بيان ارسنان ده عمل لتصرحات ارتدة ضد التحكيم الانجليزي نحن ندعم الجهود المستمرة التي يبزلها كبير مسؤولي التحكيم هاورد ويب ونرحب بالعمل معا لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي تطلبها دور يعني تطلبها الوفا الدوري الانجليزي الممتازة وافضل دوري في العالم مع افضل العابين والمدربين والمشجعين وجميعهم يستحقون الافضل سلام يا سلام هات اللي بعده ده كان ليه علاقة بيه ماتش بخم ودورت موند السنة اللي فاتت الناس يا جماعة دي نقطة بقية مهمة بونز ليجا نزلوا بيان نزلوا بيان رسمي بيقولوا دورت موند معلش احنا اسفين حصل خطأ كبير في مباراتكم قدام بكم كابل جولتين من نهاية مسابقة الدوري الالماني في الموسم قبل اللي فات وكان دورت موند وبايير ميونيخ ماشيين مع بعض دورت موند كان فريق بنقطة واحدة بس عن بايير ميونيخ المباراة دي انتهت بتعادل ودورت موند كان ليه ضربة جزاء مية في المية يكسب بها المباراة ياخد الدوري الالماني خاصة الدوري الالماني في الآخر لو تفتكروا تعرف دور الالماني طلقوا بيان لاجر الحكام الالماني طلقوا بيان دورت موند بقى عملوا ايه؟ طلقوا بيان طلبوا فيها طلبوا في البيان من المشجعين بتوقع دورت موند ان هم ما يتعدوش او ما يهاجموش او ما يسبوش او ما يشتموش حكم المباراة خسر الدوري لا نسحب لعمل ازمة لعمل مشكلة لعمل خناقة لا سرخ هتقول لي الكلام المنطقي جدا اه يا كريم بس هم عندهم هناك نظام عندك حق والله انا بس بحكي لك الحكاية كلها عاملة ازاي؟ احنا ليه ما بنعرفش نعيش حياة سهلة يا جماعة سهل جدا نطلع اقول انا معطرد على التحكيم انا معطرد على حكم المباراة بس لكن احنا بنطلع نقول بص انا معطرد على حكم المباراة الاهلي انا عندي اربع مطالب ازاي مالك انا عندي خمس مطالب ازاي مش عايف مين انا عندي عشر مطالب يا فندم اعترض وخلاص مش لازم يعني ايه تقولي لو معمتليش المطالب دي مش لعب وده مش المفروض يكون صح برضه جماعة وكده اي نادي معلش يعني ما اي نادي في الدوري من حقه يطلع يقول انا مش عاجبني التحكيم في المباراة دي طب انا بقى موس انا مش هلعب لما تلعبني زي الاهلي والزمالك الساعة سبعة بالليل شو معنى انا بتلعبني الساعة اربعة ولا الساعة خمسة انا عايز لعب الساعة سبعة بالليل كل واحد بقى يقول اللي هو عايزه لو على تكافق الفرص فاحنا في الدوري بتاعها ده ما عنده ما فوش تكافق فرص خالص وخليه بقى منطقينا احنا مشيين بالدور ده كده اللي هو ايه كلنا بتزوقوا مع بعض لكنه ما فوش اي حاجة صح طيب دي جزئية عشان تعرف احنا فين برضو كان فيه مشكلة دي علاقة بجوزي جوميز في المباراة المصري المذكورة دي لا اقول بس اعمل ما اروح لجوزي جوميز اقولك انه الطبيعي انه فيه لائحة للعقوبات في مصر في الدور المصري اللي بيغلط بياخد جزاؤه تبقى للنص يعني فيه نص كذا كده كذا 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 هتاخد عدد مباريات وغرامة مالية الراجل جوزي جوميز زاق الحاكم الرابع ومتنرفز بيديه كده طيب هل دي لها جزاء في لائحة الاقوبات تعال اوريك يلا يا شباب اصلا اعملش دعوة اقولك اللايحة بتقول ايه قالك لو سلوك غير رياضي اتجاه اي عنصر من عناصر اللعبة بما فيهم الحاكم او احن مساعدية او احن مسؤولي تنظيم المباراة هياخد اقاف اربع مباراة وغرامة 20 الف جنيه مش ده اللي عمله جوزي جوميز ده اللي عمله جوزي جوميز الدفع باليد للحاكم او احن مساعدية او احن مسؤولي تنظيم المباراة اقاف ثمانية مباراة ساعة غرامة 100 الف جنيه السبق او البسكة على الحاكم او احن مساعدية او احن مسؤولي تنظيم المباراة اقاف ثمانية مباراة زاعت اعتقد ثمانية اشهر يا جماعة من ثمانية مباراة ثمانية اشهر زاعت غرامة 100 الف جنيه بقى ده مع كيكا ما عملوش جوزي جوميز اه او دي اللي 8 شهر انا عارف انا اسف انا غلطان لاعتداء بالضربة على الحكم او مساعدية او احل مسؤولي تنظيم المباراة يقاف 8 اشهر او او زائد غرامة 200 الف جنيه اللي عملو جوزي جوميز باختصار 8 مباراة اللي هو دفع الحكم بالياد 8 مباراة و 100 الف جنيه طيب العقوبات تم الاعلانة بتاع الاسبوع الماضي دوت امس فينا يا جماعة عقوبة جوزي جوميز قالك عقوبة جوزي جوميز تم او القرار في حكاية جوزي جوميز دي تم تحولها للاجنة الانضباط ليه يا فندم دي اللايحة واضحة مش عايزينه يتقلق شخصية مش عايزوا توقف عايز الناس كلها تبقى جميلة ومتتوقفش بس اللايحة واضحة ما انت لو معمدتش كده هيجي بكرة حد في نادي اخر يعمل نفس الواقع يقولك ما انت معاقبتش عارف عاملة زي ايه بالزبط؟ مش عاملة زي ايه الحكاية بتاع حسين الشحات والشيبي كلنا اتفقنا انه العقوبة بتاع حسين الشحات دي كانت عقوبة قولا يلا ان اخذ مباراتين بس بس انا هنا قلتلك ايه؟ محدش كان هيعرف يديله اكتر من المباراتين عشان اللايحة بتقول كده انه لو اتعدى على اللايحة هياخد مباراتين دي اللايحة لاحة العقوبات صح؟ اللايحة غلط اصلا مش المفوض يبقوا مباراتين بس خلاص اللي هي مكتوبة كده فلو ادى أكتر من مباراتين هيبقى هو عنده مشكلة طيب لو كان عندك فرصة بقى تحول القصة بتحسين الشحادي اللجنة الاندباط على طول ما نزلتش المباراتين اللي هي موجودة في اللجنة تما كنت عملت كده بس انت حسبتها إزاي أنا لو قلت جوزيجو ميز تم إيقافوا تم المباريات والزمالك سائر جدا ومتعصب جدا بالشكل ده هتبقى المشكلة أكبر فأجل الموضوع شوية وقول لنا أن حولتها لجنة الاندباط ما هو ده العبس يا جماعة ما هو ده العبس اللي في الآخر بتدفع تمنه انت مش بتراضي حد انت فاكر أن انت كده بتراضي أي حد والله ما بتراضي أي حد بتلف وتيجي فوشك انت كالبيتدير الكورة في مصر ما بتراضيش حد اعمل الصح ما هو بكرة النادي التاني هيغلط والنادي التالت هيغلط والرابع هيغلط ويبقى أنت واضح وصريح ومحدش هيجي عليك ومحدش يقولك انت غلطان في حاجة بص يا جماعة اختصار في الموضوع ده الناس اللي بتدير من النادي الزمال دلوقتي ناس محترمة جدا عن اقتنع جدا بيهم بصراحة لو فيه إمكانية لو سمحتوا لو فيه إمكانية مباراة الأهل اللي يوم التالت تتلعب لصالح للصالح العام أفرح أوه لو الزمالك بكرة وطلع بعين كده قالك للصالح العام ولصالح كرة القدم المصرية هنتنازل عن قراراتنا في البيان السابق هنتنازل لمصلحة الرياضة المصرية وهنلعب مباراة الأهل لو سمحتم كفايانة نتعبنا عارف أنا بعد ما هخرج من الحلقة النهاردة وكلمتين دول حد اسمها هي يقول لي الناس هاشوف أنا في التعليقات دي على الفيديوهات أنا بشوفه في الكلام ده يا عم شوف ده جيه على الزماكن يا عم شوف ده جيه على الكرة على الرياضة ده يا عم جيه بصيرة الأهل ده عارف إحنا ليه منخش نتحط كلنا في الموقف ده عشان طول الوقت إحنا في أزمات وفي مشاكل أنا حب أنا شخصيا كده حب أجي أتكلم في الكرة بس بس الحدث اللي إحنا عايشينه والآيام اللي فات دي كلها مشاكل وأزمات لو سمحتم لعبه المباراة عشان يعني نادي الزمالك يبقى وكان وسيبقى نادي عظيم وكبير ومصلحة الكرة القدم المصرية تهمه زي ما تهم كل الأندية الكبيرة في مصرح كل الأندية عامة المباراة دي لازم تتلعب أنا يا جماعة فاكر 2020 فاكرين الصورة بتاعت لقبت الأهل لما كانوا وقفين في الملعب والزمالك ما وصلش ساعة كسة الأوتوبيس والحكاية إياها دي تمام الصورة بتوجع يا جماعة ده مطش الأهل والزمالك ده اللي بنتفشخر بيه قدام العالم كله احنا عندنا الأهل والزمالك احنا عندنا أهم ديربي في القرى الأفريقية والوطن العربي واحد من أهم الديربيات في العالم دي الصورة إياها سنة 2020 حاجة تحزن يعني يا جماعة ده احنا بص ده مطش الأهل والزمالك ده حاجة مهمة أنا مش عايز بس أقفر في الكلام وروح في حدا التانية بس ماينفعش يبقى الموضوع بسيط كده وسهل لو سمحتوا بص يا نادي يا زمالك بص يا نادي يا أهلي معيلي يا مصر يا اتحاد احنا كلنا بنعاني من نظام الكرة في مصر بس اتعالوا احنا بمسؤولياتنا كأندية كبيرة وعظيمة وتاريخية نشيل كرة القدم المصرية نبعد عنها الأزمات والمشاكل والفضايح والحاجات اللي مش حلوة دي احنا يعني نعينها قدام المسؤولين اللي عن الكرة عن الكرة في مصر مش قادرين أبدا مش عارفين مش موهلين قادرنا لحد ما نشوف لها حل ما عرفش ازاي بس نشوف لها حل ما أنا بقول مش عارف ازاي عشان تقريبا من سعب ما اشتغلت للشغلية دي من عشرين سنة بقول نفس الكلام بنقوله يعني وبنكتبه وبنحكي فيه بس هو هو يعني والناس ما بتتغيرش ولو بتغيره بيجي الأسود فيه بس نقطة مهمة كمان زمالك لو ان شاء الله وده ما يحصلش ان شاء الله وده ما يحصلش لو ملعبش مباراة الأهل يوم الثلاث فيه عقوبات هيعتبر ده اسمه انسحاب للأسف يعني ففيه عقوبات لو عقوبات لو معنا شباب العقوبات دي تعالوا نعرضها بحيث ان احنا نوضح برده الصورة هتبقى عاملة ازاي لو اعتبر لو اعتبر فريق منسحبا واستكمل المسابقة تطبق عليه الجزائيات التالية توقع عليه الغرامات المالية اعتبار نتيجة المباراة المباراة المنسحب فيها مهزوما اتنين لشيء خاص مع عدد ثلاث نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدوى المسابقة معاقبة كل من له الصلة بقرار الانسحاب تبقى لتقرير الحكم والمراكبين ولإدارة المسابقة الحق في الاستعانة بما ترى في هذا الشأن طيب المادة تين وخمسين اذا اعتبر فريق منسحبا ولم يستكمل المسابقة توقع عليه غرامة مالية تبقى لفئات المسابقة اذا كان انسحابه في الدور الاول تلغى نتائج مباراته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المبارات اذا كان انسحابه في الدور التاني تبقى نتائج مباراته كما هي في الدور الاول بالنسبة للفرق الاخرى تلغى نتائج مباراته التي تشارك فيها في الدور التاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني اذا كان الانسحاب في اخر مباراة في المسابقة يعتبر مهزوما في المباراة وتوقع غرامة مالية تحدد إدارة المسابقة وهبوطه للدرجة أدنى وتقتص لجنة شؤون اللاعبين بالنظر في قهيد لعاب النادي المنساحب طيب إن شاء الله ما نوصلش للكلام ده خالص إحنا عايشين بالأهل والزمالك وعايشين بالزمالك والأهل في كرة القدم المصرية نحبهم ونحترمهم وعايزين مصلحتهم وعايزين دعمهم وعايزين مسندهم بما لا يتعارض بمصلحة كرة القدم المصرية وعايزين اللي فوق يعوا فكرة إن هم مسؤولين رئيس رابطة رئيس اتحاد رئيس لجنة مسابقات رئيس لجنة حكام يا جماعة حرام حرام نقعد سنين من عمرنا بنتكلم في نفس المشاكل والأزمات حرام والله نروح لفاصل وبعد الفاصل نواصل خليكم معنا طيب ده فيما يخص الحكاية بتاعت نادي الزباكت تعال اقول لك شوية أخبار حصلت النهاردة رقم عشرة عارف بعض الكواليس الخاصة بحديث مرسي الكرة للنهاردة مع لعبي نادي الأهلي قبل المران لأقيم اليوم السبت تعال اقول لك شوية كواليس مهمة يلا بينا مرسي كرة المدير الفني الآلي قام بتعنيف اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم بسبب غضبه من سوق الإدارة في مباراة الداخلية بالدورة والتي حسمها الفريق لصالحه بهدفين مقابل هدف المدرب السويسري تحدث مع لعبي نادي الآلي في محاضرة مطولة قبل انطلاق مران اليوم عن العديد من الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام الداخلية كولر نقل لعبي نادي الآلي غضبه الشديد أيضا من تكاسل بعض اللاعبين وتحديدا في الشوت الأول مع عدم التزام آخرين بتعليماته الفنية كمان كولر كان غضبا أيضا من حالة التعالي التي ظهر بها بعض اللاعبين في الشوت الأول أمام الداخلية أمس وقال لهم بالحرف لم نحسم الدوري حتى نقدم هذا الأداء والتعالي على الخصم أمر مرفوض تماما والمنافسة ليست سهلة للحفاظ على الدوري كولر كمان طلب من اللاعبين أيضا التعامل مع إقامة القمة يوم السلساء بشكل طبيعي وعدم الالتفاد لما يصار حول إمكانية تأجيل المباراة من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز طيب نهاردة مارسل كولر كمان تسلم تقرير طبي يؤكد صعوبة لحق بيرستاو وعمر كمال عبد الواحد بمباراة الزمالك يوم الثلاث بيرستاو عنده إصابة بشد من الدرجة التانية في العضلة الخلفية وعمر كمال بيعاني من شد في العضلة الأمامية والاتنين خارج حسابات مارسل كولر في مباراة الزمالك لو أقيمت دايما هنقول لو أقيمت كمان مش عارف عندي إحساس بكرة بكرة يعني هتقول لي ده مجرد إحساس مش معلومة الزمالك بكرة هيبقى عنده اجتماع مجلس إدارة عندي إحساس إنه الزمالك هيطلع يقول إحنا نلعب المباراة وبالصيغة اللي أنا متخيلها دي لصالح قرة القدم المصرية هتنازل عن قراراتي مش عيب انت نادي الزمالك انت نادي الزمالك الكبير قوي ده نادي الزمالك يبص أولا وأخيرا على مصلحة الكرة القدم المصرية حتى لو جت على مصلحه نفس الأمر للنادي الآلي حتى لو جت على مصلحه أبص الأول المصلحة لعنى دول الكبار ماشي نكمل أخبارنا فيما يخص النادي الآلي تأكدت جاهزية وسام أبو علي لمباراة الزمالك لو أقيمت اللعب خلاص تعافى من إصابته اللي تعرض لها مؤخرا وأصبح سليم مئة في المئة للمشاركة في المباراة كان عنده إصابة في الكاحل وخلاص هو جاهز بإذن الله للمباراة لو برضو أقيمت دي حكاية حكاية أخرى محمد الشناوي محمد الشناوي عنده عرض في الدور السعودي أحكي لك التفصيل يعني عرض جدي يعني لسه ما بقاش رسمي بس جدي جدا العرض ده من نادي الوحدة السعودي لسه لم يرسل أي عروض رسمية ولكن الوكيل مع الشناوي مع النادي بتكلمه يعني النادي الاهلي زي ما قلت لكم قبل كده مرسل كورا لا يمانع لا يمانع بيع الشناوي ونادي الاهلي هيوافق على رحيل الشناوي لو جاله عرض مناسب والشناوي لن يرحل عن النادي الاهلي إلا برضى النادي الاهلي يعني النادي الاهلي يكون راضي جدا ومعندوش أي مشاكل في حراسة مرمى الفريق فهيرحل عن النادي الاهلي العروض السعودي دي هي مكررة لمحمد الشناوي بقى لها موسمين فاربع فترات انتقالات يعني صيف شتة صيف شتة دايما في نادي في السعودية بيبقى طالب محمد الشناوي هقول لكم كمان تفاصيل بكرة بس لما تحصل لها يعني تحديثات مهمة في الحكاية دي تحديثات مهمة جدا يعني في حكاية الشناوي والعرض السعودي تحديدا من نادي الوحد نعرضه في الدوري المصري الممتاز إن بي فاز على الجنة واحد لشيء هدف سجله مصطفى ديودار في الديئة تسعة واربعين الهدف أمام حضراتكم فوز مهم جدا الانبي يستعيد بي عافيته في جدول ترتيب الدوري الممتاز هدف لمصطفى ديودار في الديئة تسعة واربعين مباراة أيضا كانت مصيرة على مستوى النتيجة طلاع الجيش وسموحها مباراة تحت بالتعادل الإيجابي اتنين اتنين محمد دياب تقدم لطلاع الجيش في الديئة حداشر ثم تعادل مصطفى البدري لسموحها في الديئة ستة وثلاثين بعد كده عبداللطيف بن كسو سجل الهدف الثاني لسموحها في الديئة 48 واخيرا تعادل عمر السعيد لطلاع الجيش في الديئة 70 المباراة شهدت طرد مبكر علي حمد لاعب سموحها في الديئة 13 واهضار لضرب الجزاء عن طريق جونيور أجايل لصالح سموحها في الديئة 15 طيب ده فيما يخص الدوري للمصر نروح معلين الناس الحلوة دي نروح للناس الحلوة دي الناس يعني اللي تفتح النفس الناس اللي بتلعب في اليورو النهاردة في اليورو صحيح جمال صحة الصورة بأحلوة ازاي مبووزين احنا المشب بتاعنا طول الوقت يعني طيب جورجي النهاردة تعادلت واحد واحد مع تشيك مباراة كانت مسيرة جدا جورجي على فكرة عاملة بطولة محترمة جدا على مستوى الاداء وعلى مستوى الروح الروح كانت عالية جدا هم اللي تقدموا اولا عن طريق ميكواتيزي في الديئة الرابعة من الوقت المحتسب بدأ من الضعف الشوت الاول بعد كده بتر الشيك سجل للشيك هدف التعادل في الديئة 59 في المباراة ايضا كانت اكثر اصارة ومتعة بالنسبة للمنتخب البرتغالي سجل فازت البرتغال على تركيا 3 للشيك بردانو سيلفا سجل هدف الاول في الديئة 22 وأكادين سجل هدف في مرمى في الديئة 29 ثم برونو فرناندس سجل الى هدف التالت في الديئة 56 مباراة اخرى ايضا بلجيكا النهاردة فازت على رومانيا بهدفين دون رد تيليمانس سجل هدف الاول في الديئة التانية وعجز النتيجة كيفين تيبروينة في الديئة 80 عشان تتحسن نتائج بلجيكا وتتقدم اكتر في هذه المسابقة مسابقة اليورو تعال اقول لك شوية كواليس واخبار مهمة جدا من اليورو حتى الان مش موجودة معنا طيب كيستانو النهاردة عادل رقم نجم البرتغالي الكبير طبعا عادل رقم اصولة شيك كالوس بوبروسكي على عرش الاكثر تقدما او تقديما للتاميرات الحاسمة في تاريخ امم اوروبا برصيد 8 السيست وذلك بعد صناعة الهدف التالت النهاردة لبرونو فرناندز في مباراة البرتغال وتركيا التحالي اوروبي غرم نظيره الكرواتي بسبب الحوادث التي وقعت في المندرجات خلال مباراة كرواتيا والبانيا وذلك على هامش اشعال المفرقعات ورمي اجسام غريبة من قبل الجماهير الكرواتية على ملعب المباراة كمان كلام ببيه بيشارك مع عبدالاء فرنسا في مواجهة شباب بودربون الالماني مرتديا قناع واقل الوجه بعد الاصابة الاخيرة التي اتعرض لها في الان فهنا هيبقى جاهز للمباراة القادمة نفتح بقى ملف التحكيم واللي بيحصل للتحكيم واللي حصل الاسبوع اللي فات كله في التحكيم مع الكابتن الكبير كابتن جهاد جريش خبرنا التحكيم بعد هذا الفاصل خليكم معنا مشاهد مكررة وبيانات لا تنتهي هكذا هو الحال بالنسبة لأزمات التحكيم المصري التي ازدادت خلال السنوات الأخيرة وذلك على الرغم من الاستعانة بخبراء أجانب سواء مارك لاتنبرغ رئيس لجنة الحكام سابقا أو فيتور بيريرا الذي يتواجد حاليا في المنصب ذاته واشتعلت الأمور مؤخرا من خلال مواجهة الزمالك والمصري التي شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل من جانب أحمد الغندور حكم الساحة حيث طالب الزمالك باحتساب هدف لصالحه بداعي أن الكرة تجاوزت خط المرمى في ركلة جزاء سددها أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك فيما أكدت تقنية الفيديو للغندور أن الكرة لم تتجاوز الخط وبالتالي استكمل اللقاء بشكل طبيعي ولم تقتصر اعتراضات الزمالك على المستطيل الأخضر فقط بل أعلن الأبيض في بيان رسمي رفضه التام فكرة خوض أي مباراة بعد لقاء فاركو لحين استكمال مؤجلات البطولة المحلية وتنظيم المسابقة بشكل يوفر ركافؤ الفرص لجميع الفرق من جانب آخر اعترض نادي سيراميكا كيلو باترا في بيان رسمي على الأداء التحكمي خلال مباراته مطالباً بحكام دوليين في المباريات التي يخوضها وبين بيانات الأندية الغاضبة والقرارات المثيرة للجدل تظل أزمة التحكيم المصري قائمة رغم كافة المحاولات والاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تستهدف تقليل الأخطاء موسيقى 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 يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خابرنا التحكيمي كابتن جهاد من نور الدنيا كريم سأخير عليكم على كل مشاهدينا أخبرك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده بقى في البداية عايزك تقول لي إيه رأيك في الوضع القائم حاليا؟ بشكل عام بص الدنيا صعبة شوي الدنيا صعبة على كل الناس يعني فأتمنى الدنيا تتحل والدنيا تمشي والأمور تبقى أحسن لصالح الدورemصري لصالح منتخب مصر لصالح الجو العامل في مصر الكرة المصرية محتاجة إدارة أفضل من كده محتاجة زبط ورابط أكتر من كده محتاجين يعني الدنيا تبقى يعني أهدا من كده وأقوى من كده بالنسبة لأتحال الكرة وبنسبة لأجلot الحقام وبنسبة لجنة المسابقات محتاجين لحك كتير كلمة التقطة للجاية طيب نيجي على لجنة الحكام أنا نشتغل الشغلات دي صحافة إعلام مشكلة عام يعني بقى أنا 20 سنة أنا فيش لجنة حكام جت إلا لما كان عندها مشاكل إلا لما كان الناس معطلض عليها هي مشكلة في لجنة الحكام ولا في نظام الكورة ولا في لجنة الحكام الحالية بس ولا في الخبيل الأجنبي المشكلة فيه يا كابتن جاند بص المشكلة هو هو موضوع الأخطاء التحكمية المؤسرة هتفضل موجودة بس بنسب السنة دي تعدد كل النسب اللي ممكن تقبلها يعني ممكن تبقى عندك في الموسم خطائين 3-4 مؤسرين وكارسيين زي ما يقول لكن إحنا المعدل السنة دي كل أسبوع تلاقي ماتش أو ماتشين تلاقي فيه انضغار نتيجة بأخطاء التحكمية ده مش مقبول بالنسبة النسبة الموجودة في الدور المصري ومع وجود تقنية الـ VR فده النسبة عالية جداcial بالنسبة للأخطاء التحكم المؤسرة ده عشان كده النسبة تكلم لكن هون اللي قابلها سواء مارك لاتنبيرج أو اللي قابلها المصري اللي كان موجود أو اللي قابلها أو اللي قابلها في عندهم أخطاء طيبة مافيش لجنة traitor أخطاء لكن النسب الأخطاء تبقى عاملة إزاي الآن دي ممكن من أسوأ المواسم التحكمات اللي نسبة الأخطاء عالية جدا فيها أسوأ موسم من كم سنة بسر؟ عشر سنين خمسشار سنة عشر سنين خمسشار سنة دي أسوأ موسم تحكمات حقيقة لأن الأخطاء كانت موجودة في الخمسشار عشرين سنة ومع كل اللي جاء مصري أو أجنابي مش هنختلف ده لكن نسبة الأخطاء اللي كانت بتبقى معقولة موجودة أه وبتبقى معقولة وخاصة أن فيه فار دلوقتي كمان بالزبط معقولة الفار بقى مش مقبولة اللي بيحصل ده صح اللي بيحصل دلوقتي وإحنا نبص تتفرج على أوروبا واليورو الدنيا سهلة التحكم سهل عندنا التحكم معقد شوية الدنيا مش مضبوطة الدنيا مش الناس مش مهيئة للتحكم بالمنظر اللي بنشوفه أوروبا لا الدنيا عندنا فيه مشكل كتير طيب واحدة واحدة كده نمشي مع بعض فاضح هذه المشكلة عندنا في الأفراد في الحكام الحكام بتوعنا مش مؤهلين يعني لما بنقول مثلا إن اللجنة الحالية مش لجنة نجحة على كلام حضرتك إنه أخطاء كثيرة هاي المشكلة في الأفراد ولا المشكلة في تجهيزهم ولا المشكلة إن احنا محتاجين لغاية الحكام أصلا المشكلة فين برضو ما هو نفس الأفراد اللي بيخرج بره بينجحهم المشكلة مش في الأفراد ولا في الحكام عندنا كفاءات تحكمية عندنا كفاءات تحكمية عندنا حكام كويسين عندنا حكام كويسين عندنا خمات كويسين الإدارة تدرهم إزاي؟ إنت مش عارف تدرهم أو مش عارف تستغلهم أو تطلع كل حاجة عندهم. يعني هجبك مثل واحد. فضل. إنت محمود البنة يكمل السمع والبصر المواسم اللي فاتت. إنت أدرته غلط محمود البنة السنة دي يعني بديكلم عليه كتير بالصورة سلبية. سواء في أرض الملعب أو في الفار. عموما محمود البنة السنين اللي فاتت كان أكتر واحد نكلم عليه الصورة إجابية. صح. فده من إدارة مش محمود على فاكرة مش محمود شخص محمود محمود على فاكرة حاكم كويس جدا وكلنا مسندين وكلنا ناف معاه. لكن إنت قدرت محمود البنة السنة مش كويسة. وبالتالي هو الرجل طول وقت اللي بيخسر. مش قصة محمود هي قصة أنت بتدير محمود إزاي. نهلا الكلام ده بقيسه على كل حاجة بقى. بقيسه على الحكام الكبار الدوليين الحكام الصوارين. إنت لما بتديرهم ممكن تحرق حاكم في مطش تحطه فيه. تحرق وتخلص عليه. ممكن المطش تاني حاكم يوفق وتديره فرصة يوفق فيها وينجح. ده ورد بيحصل. لكن الإدارة التحكمية كلها لبعضها في حاجة غلط. في حاجة غلط. طيب. جمنا واحد أجنبي. جمنا ليه؟ يعني هو بريرا المفروض سي في محترم ولا مش سي في محترم؟ سي في محترم كحاكم. كان كإدارة لا. كإدارة لا. كحاكم الرجل راح كاسع علام. هل أنا مضطر أن بريرا يكمل معاه لنهاية الموسم ولا ممكن يمشي من دلوقتي؟ هو المفروض ده عقده يخلص بعد بكرة ولسه فيه. عقده راس مري يخلص بعد بكرة. نقول لك حاجات أكيدة يعني. احتمال يكمل آخر الموسم بانتفاق مع تحضر الكورة. احتمال ما يكملش. لكن أنا الأكيد أنه ما فيش موسم تاني. الأكيد أنه مش هيجد. بنسبة 100%. طيب. لو بعد بكرة لتهديئة الأوضاع وأنه منجحش. أنه منوفقش. مش. ده أمر يبقى كويس والله أمر منضرر. والله أنا شاهد في الوقت الحالي صعب جدا. صعب جدا. صعب جدا دلوقتي. قول مين في مصر يقبى جلس. نحمل المسؤولية دلوقتي. آه. دي أنا صعب جدا. أسيب مثلا نائب رئيس اللجنة مثلا. أسيب الكابتين محمد فروغ يكمل شوية. أقول مثلا لحد نهاية الموسم وبعاك أيضا نشوف حد لو يعني ييم ما يكمله مع الكابتين محمد فروغ يبقى في رئيس صعب جدا في الفترة اللي جاية والأمور بعد اللي حصل واللغط اللي احنا فيه دلوقتي. التحكيم اللي شال دلوقتي هشير تحكيم الفترة اللي جاية شال كافة نالأيد. احنا جبنا خبير تحكيم أجنبي ليه؟. أساس الموضوع يطور التحكيم. كان عندنا رجل مصري كان بيدير قبل الاثنين الأجانب. كان عنده أخطاء موجودة. عدد كبير من الحكام الأجانب دخلوا. يعني كان عن آخر موسم حكم مصري كان رأس لنجل حكام. عدد كبير مصري كان رأس لنجل حكام. اشتكر بأخطاء كبيرة حصلت في آخر موسم. كانت عندنا مشكلة كبيرة في التحكيم في الفترة بتاعته هو آخر موسم ليه. فبالتالي هو اضطروا أن يكلوه ويستعنوا بخبير أجنبي. كان ده السبب. كان اللي بيدير الوقت قبل مصري موجود. وبالتالي ما نجحش. وكان التحكيم أياما فعلا كان فيه مشكلة في التحكيم بصورة كبيرة. فقالهم جادت بقى ناخد تجربة جديدة تجربة أجنبي. فجل التجربة اللي فاتت الأولينية والتجربة التانية الدنيا. الدنيا ما نجحتش سواء التجربة الأولينية أو التجربة التانية ومعتقدش إن فيه تجربة ثالثة بقى يحمل أحوال لخبير أجنبي تاني. ماعتقدش إن حد هيفكر يكرر تجربة مرة ثالثة. فاللي جاي مصري جاي مصري. بس المشكلة هيجي إمتى؟ وإزاي نسانده عشان ينجح. هي دي المشكلة أو هذه المعضلة الأساسية لأن انت أي حد يخش دلوقتي في الوضع الحالي ممكن تحرقه. يتحدق دلوقتي. طبعا. طيب. وله إحنا جيبنا خبير تحكيب أجنبي عشان يشيل الضغط اللي هو لما نعوز ننطقة حد ولا نهاجم حد. هو من نهاجم واحد كمصد يعني. آه. آه. هو دي حقيقة. كان من ضمن اللي من ضمن الهدف كانت موجودة إن الرجل يخش كمصد. آه. لكن للأسف المصد ما بيدارش يصد يعني برضو الطاقة هتوصل غير فين. وانت في الآخر أخطاء وراء أخطاء وراء أخطاء وراء أخطاء. والناس كلها بتشتكي. انت بتتكلم على بيانات كم عشر أندية؟ آه. أكتر من عشر أندية من 18 نادي. لا ناس كنت تساعد أجاب البيانات. لا كل يوم بيان حربة مش بيان كورة. أنا بقول لك. بص يا كريم هكلمك منتال الأمان. الناس اللي بتشتكي على فكرة بنطلب نحلل عندهم حق. آه ماشي. عندهم فيه أخطاء حكيمة موجودة. آه. هي طبعا البيانات انت بتتكلم على حدتها وقوة. آه بقى كتير. طب فيه نقطة هسألك فيها كابتن جاد. فرضا حضرتك دلوقتي على كرسي رئيس لجنة الحكام. تمام. وجاء لك بيان من نادي سين أو صد. آه. وقال لك احنا معترضين على حالة معينة. معترضين على مشكلة معينة. وهيحصل هيبقى فيها أخطاء. لو انت رئيسة هيبقى فيها أخطاء يعني. طبيعي. طبيعي هي حاجة على فكرة. حلو. بس أقل لك في البيان. بس أنا بطالب إنه الحكم ده ما يدلليش مباراة تاني. أو بطالب إن الحكم ده يتوقف. أو بطالب إن الحكم ده يتعاقب. انت ردك على هذا الأمر يكون إيه؟ بص هاور دوي بعمل مدرسة كويسة جدا في دورة الانجيسية. أول حاجة أنا باعتربه خطأ. حلو. الحكم أخطأ. ما بعانيتش. آه اللي أنا حطلع أقول يا جماعة في بيان. الحكم أخطأ. الحكم أخطأ بس ما بعالينش طوان عقوبته هيتعاقب. هيستبعد عن مباراة القسم العالى هينزل للقسم التاني. الحكم أخطأ. ما عانيتش في ده. ما عانيتش الأندية. ما ينفحش. ما ينفحش الناس كلها شايفة إن الحكم أخطأ وانت تقول لها الحكم صح. ماشي. أدي حاجة. دي أول حاجة. ماشي. الحاجة التانية طبعا لما أنت تعمل كده بفيه رد فيها طبيعي. النادي آه الرجل بيتعرف والرجل هيطور ورجل هيشتغل. أنت هشتغل الأخطاء عشان ما تحصلش تاني. ماشي. لكن مش نفس الخطأ يتكرر بعد أسبوع تاني نفس الخطأ. وبعدين بجاء ما وحكم تاني نفس الخطأ. فالأخطاء مستمرة. أولا ما بتعترفش الأخطاء. ما بتوجهش حكامك. ما بتصلحوش. ما بتصلحوش الأخطاء. الأندية شايفة أن ما فيش حاجة جديدة. فبالتالي البيانات بتكتر. وبتتصعد. التزمر بيعلى. الدنيا بتصعد فالدنيا بتبوص. لكن أساس القصة إن تحول تبقى واضح مع الناس. أتكلم معهم بوضوح. طيب. في سؤال مقرر من الأندية من المحاللين والمقدمين والجماهير. يقول لك هو إيش معنى عقوبات الحكام ما بتعلنش زي ما بيتم إعلن عقوبات اللاعبين والمدربين وخلافه. ده موجود على مستوى العالم كل. فيفا يواي في التحاد أفريقي الدينة كلها الحكم اللي هتعلن عقوبته الحفاظ على هدته. تماما. وبالتالي ده موجود في كل حتة. إنت هتعرف أنه متعاقب مش هتلاقيه. مش هتلاقيه في ماتشات. خلص هو الحكم. إنت هتعرف أنه متعاقب بالمنظر ده. واعتراف اللجنة بخطأها أو زي ما بيحصل عفاكها في الدولة الإنجليزية منتهى الحرفية لما بيحصل الحكم أخطأ أنا أخطأت عنده خطأ. واعتراف بخطأ يعرف عفاكها مجدلش. أو ما طلعش بقى مصطلحات ما أنزل لها ابن سلطان عشان أبرر خطأ حكم. الحاجة ده فكرة بتعمل هي اللي عملت مشاكل قبل كده مع إدارة مصرية. فبالتالي أنت طول الوقت تحاول تتعامل بالشفافية ووضوح الأندية هتقبل ده لأن ده ما حصلش قبل كده. السلوب الإدارة تتحكين بالمنظر ده ما حصلش قبل كده. اللي بيحصل طول الوقت أنت بتدفع وبتدفع في الباطل وده مش مطلوب. مطلوب أنت لما عندي خطأ أعترف بالخطأ وأبدأ أصلح منه الأندية هتحترم ده جدا والدنيا هتمشي بالمنظر ده. والحكم اللي موجود عندك حكامك هتقول له ما أنا عايز يعني الحكم الرئيس اللجنة هو اللي بيوصل لحكامه يعني عايز منك إيه. صحيح. الحكام المصرين أسكي حكام موجودين في المنطلة العربية في أفريقيا. ببقارين اللي رئيس اللجنة تحتهم يا جماعنا عايز الأهلي زي الزمالك زي الإسماعيلي اللون الفرنة مش فارغ معايا. أنا في الآخر ينزل اللي تشوفه تحسبه. صحيح. الحكم هينزل العمل ده هينجح. الأهلي على فكرة هياخد حقه ومعندوش مشكلة حتى لو خسر الزمالك لو خد حقه ومعندوش مشكلة حتى لو خسر وكل أندية كده. لو عملت ده وطبقت العدالة بين الحكام نفسهم وبعض ونزلت بشفافية ووضوح مع الناس بشغل واضح. أنا بشتغل وبشتغل في الأرض بقى تدريب وتسقيف وبدني وفني أشتغل أشتغل يعني مش مجرد أنا راح أعمل معسكر أتصور. المعسكر كان حصل قبل كده المعسكر والناس راحت المعسكر خرجنا بصور. أنا قلت له ما على ساعتها حتى في الراديو قلت أنا مستاني نتائج. أنا دائما طول الوقت الفيفا. حلوة الصور ايتش دي جميلة. الفيفا بتقول لك أنا في الآخر مستاني الريزالتس. فأنا مستاني النتائج. النتائج فين النتائج؟ النتائج بتحتي بعد ما التوقف الدولي خلص النتائج بيزبنى أسوأ. 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 أنت كل توقف بيحصل بترجع بالنتائج أسوأ إيبا أنت مشتغلتش. الموضوع مش مستحيل بس صعب. عايز شغل. عايز شغل على الأرض. على الأرض. أسألك سؤال. أنا عارف أن أنت غضبك زي غضبي. زي غضب ناس كتيرة من الوضع الراهن يعني. تحديدا أنت بقى غضبك على مستوى التحكيم. فأطلب منك في الجزئة اللي جاي ديت. وأنا عارف أن أنت راجل صريح يعني. أنا عارف أن أنت صريح جدا. هل على مستوى التحكيم التعامل مع الأهل والزمالك تعامل خاص؟ بص حسب برضو أن هو اللجنة الأمان. الحاكم المصري زكي جدا. اللي بيديره هو اللي بيوجه. أنا لما أقول رئيس لجنة أكلم حكامي ووجهه مولوه منزله. عافك الحاكم من حاكم ننزل ملعب عايز يكسب. طبعا. عايز هو اللي يكسب. هو اللي يكسب يعني من قرارات صحيح. يعني أنا أكسبان أنا بقراراتي. صحيح. عايز يكسب زمالك يكسب. يكسب مش فارق معي. يكسب. يكسب مش فارق معي القصة في الآخر. أنا عايز أكسب. لكن أنا كرئيس لجنة لازم أدي لحاكم قوته. أكلم وأقوله هنزل. اللي تشوفه حسبه. التوجه العام الناس بتحس. على فاكرة الناس كلها في الشارع بيتحس. والأنديها بتحس. بالحس بالناس دي نازل تشتغل ازاي. يتشتغل بتحكيم. وكل واحد يحس بحقه. أولا همشيها حشان ألب رغبات. أو أنجح الناس تبه هادية شوية. أهدي ده شوية. الكلام اللي بيحصل ده. ودائما تحسه بعد البيانات. مش ننادي معاين على فكرة. لنادي يطلع بيان تلاقي بعد كده النادي ده بيتطبطب عليه. بيحصل. وأنا بكلم بجمتال وضوح. دي خطيرة دي. أنا بقول لك بجمتال وضوح. أنا واضح معاك. وده على فكرة. ما هذه الكارثة. أنا أضغط عشان أخد مصلحة بعدها. أنا واضح وصريح. هاي والله يا كابتن جاد شكرا على الصراحة. ده بيحصل. يا جماعة لازم قوتك كاللجنة حكام وكحكام. أنا مش فارق معايا. أنا زال قطر. اللي أشوف أحسبه. أنا وارد أخطئ. أنا ما شفتش. بس طول الوقت أنا من جوايا. عايز أنزل حقق عدالة. اسم المولعة سبحانه وتعالى في الأرض. العدالة حقق في المطشرة. كابتن جاد اتقال لك قبل كده. ما تزعلش الأهلي أو الزمالك. ما حصلش. بأمان المتال الأمانة ما حصلش. ما تقلل. للي مش هقبل حد يقولك كده. لا ما حصلش. بصة يا كريم هقولك بمتال الأمانة. الرؤساء للحكام اللي مسكوني. عارفين أنه اللي هي في الأهلي وزمالك. حتى حاكم على فكرة ممكن يشجع الأهلي أو شجع زمالك. قبل ما يخش يمسك الصفارة. طبيعي. أنا ما شجعتش أهلي زمالك قبل ما ممسك الصفارة دي حقيقة. وكله يعلمها. حتى رسل لجنة الحكام. فمش محتاجين يكلموني في حاجة. حتى الحتة الصغرية بجواك. وانت أصلا قبل كده شجعت أهلي أو شجعت زمالك. غصبا عنك في المالقة ممكن تفتت معك في حاجة صغيرة. ممكن تفتت وارد. أنا عزب بعادة على فكرة حتى لو شجعت الأهلي بكده. وانزلت حكم المنشي الأهلي عزب بعادة. حكم شجعت الزمالك بعازين نزل عادة. بس ساعات يعني إيه؟ عشان إنت يعني سنة متعاطف معرفة تلقائية ممكن إيه؟ كل رؤساء الحكم اللي مسكوني عارفين أنا في حياتي قبل يمسك الصفارة. وده عارفين من أهلي بلدي قريتي عارفين القصة دي. عمري ما شجعت أهلي أو زمالك. وبالتالي مش فارق معي أهلي أو زمالك خالص. عادي جدا. يعني إيه جمهور الأهلي زعلان منه وجمهور الزمالك. عشان إنت كنت بتاخد القرار حتى في التحليل وهجي لها بعد شوية. بس حد قالك قبل كده أكابتين جهاد. بقيت إيهد على الأهلي أو يعني أكابتين جهاد. يعني إيه زاكة شوية في الحتة بتاعت الأهلي والزمالك دي في التعامل. بص إتقالت لي مرة بعشان ما شحاز أقول رأس لجنة. إنت يا عم إنت زال قطر ما ينفعش ده. لازم تبقى إيهدى شوية وأقول لك ما هذا إزاي. إيه الفرق بين الأهلي وأي فرقة تانية. إيه الفرق بين الزمالك وأي فرقة تانية. بفرقة. قالك إتا عمد زال قطر. إنت مالك عمد بتدوس. طالع يا فندم أنا لو هنزل للأهلي. ومش عاجب بتحكيم. بتحكيم أنا للأهلي ما تنردينش أهلي. لو هنزل الزمالك وتحكيم أنا مش عاجب الزمالك ما تنردينش الزمالك. حصلت معي فكرة مع رئيس لجنة. بتحصل. وعلى فاكرة خلينا واضحين عشان ننجح. عارف أنا ليه بتكلم معك النهاردة بصراحة الأول مرة حتى بدخلك في النقط دي. عشان فرصة فرصة. ونعمل وفير. فرصة إن الأمور دي تتصلح. لازم. بص إحنا عايزين مطلوبات اللي جاية سريعة إيه. عايزين بتحط كرة قوي جدا أكوى من الأنبيح. صح. قرات راضي على الكل. صح. محتاج لاجهة حكام قوية قوة قوة غير طبعية. لأن الفترة جاية محتاج كوة غير طبعية ملاجئة حكام. محتاج ناس تنزل على الأرض تشتغل بما يرضي الله عشان تنجح الكرة المصرية وتنجح تحكم المصري. الكلام ده محتاج ناس ما تفكرش كتير. ما تحاولش تشغل دماغك عشان تراضي يمين وشمال. اعمل الصح وعلى فكرة. اللي مش رضي عنك النهاردة بكرة هيحترمك. وزي ما قلت طول الوقت يا كريم. مش مهم تحبني. بس ده طول الوقت تحترمني. ده مهم. وده مش صعب. هو مش مستحيل. بس صعب. أنا بقولك برضه عشان ايه. صعب لسه عايز نسك لعندها القوة الإرادة في الإدارة. انت عايز تدير بالمنظر ده عشان تنجح. الكلام ده على فكرة في تجارب موجودة في بلاد جيه حق جنبنا. مش عارس بربلاد. مش لازم انجلترا أو اسبانيا أو صاليا. لا 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 لفكرة عربية. وبيدير بالمنظر ده. سواء اتحادات قورة أو تحكيم. وبينجحوا النجاح غير طبيعي طول الوقت بحققين عدالة. عدالة في كل حاجة. لكن الحكام محتاجة تحقق عدالة بين حكامها. انت لو النهار ده مسيك تنجد الحكام هتلاقي فيه ناس استطف كبير جدا مظلومين. طول ما انت ما بتعدلش بين حكامك في توزيع المطشاط في المهام. ده ياخد ده مش قصة بقى حب وقره. العدالة المستوى هو اللي بيحكم. هتلاقي كل الناس ربنا هيكلمك في الملعب على فكرة حكامك. هو تتخيل ان الموضوع فتاكة من حكم او رئيس لجنة. ان الناس انزلت في الملعب تنجح. طول ما انت مش عادل بين حكامك. استحال ربنا رضيك في الملعب كرئيس لجنة. او كلجنة حكام. ده على فكرة بيحصل على الارض. والكلام اللي بيقوله ده على فكرة كل حاكم سميعني دلوقتي يعرف ان بيتكلم في الصح. ده واقع وموجود. ولو موجهتش الواقع ده بمنتها القوة. ايوه. مش هتقوم لك ام. من الاخر يعني. المختصر انه. ده حقيقة. مباراة الزمالك والمصر اللي حصل فيها كل الجلال اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده. كان فيه لوقت ضربة الجزاء. وانت كنت اول واحد قلت رايش. مختلف تماما وزاوية مختلفة تماما. الناس كلها راحت لفكرة هي كرة زيزو عدت الخط ولا معدتش الخط. وانت روحت الزاوية تانية خلص. لو معنا الحالة الشباب هتوها. هي مش زاوية تانية خلص وعده قانون. اه. نحن يتكلم في قانون. الكلام بتاعك مكانش حد يتكلم عنه. كله عمال يتكلم على الخط ومش الخط. وداخرت ومدخلتش القصة دي. ودلع على فكرة ده اللي خلى البنة ميركس في القصة في النقطة دي. اه. اولا راكلة الجزاء الحاكم حتساش في الملعب احمد الغندور. اه. البنة تدخل في لمس الاتدي موجودة عندي احتماليات راكل الجزاء. تعال شوفها. هيروح يشوفها الايد المفروضة بالمنظر ده اللي بخرج الجسم برا الجسم. وبالتالي لمس الاتدي موجودة وراكل الجزاء صحيحة تمام تمام. ورجع بالانذار للرقم 4 لانها شوتنج على الجول. وبالتالي انذار مستحق. طب في التنفيذ. التنفيذ دايما في الفيفا حتى ويديه رخصة الفار. يقول لك خلي بالك انت عندك اكتر من حاجة لازم ترجس فيها. اه سواني شباب واقفوا. لازم عندك اكتر من حاجة لازم ترجس فيها في التنفيذ. في حاجات كرة داخل ما دخلش دي حاجة. التنفيذ من اللي دخل من اللعيبة اللي دخلوا. لانكروش منت ده اخر حاجة. يعني اخر حاجة لازم تحطها في الاعتبارات بتاعتك. لانكروش من الاختراقات اللي حصلت. تخترق متر ومترين ده لا يعقب عليه بقى حامل احوال. مانساه. يعني في اي حتة في العالم. المتر ومترين. قايل. عادي جدا وبليقون. لكن يتعجبوا امتى اللي الدخول في حد ذات ومش ما فيش خطأ. اللي هو المتر والحاجات اللي النص متر ده. لكن اللي اتنين عندي دلوقتي او بسعة التنفيذ عندي اتنين اللعيبة داخل داخل منطقة الجساد. انا دلوقتي هو ركز البنة يركز في الكرة داخل وما داخلتش. صح. ده على الخط. ماشي اوكي. انا وقف في العيب واخد وقتي. اراجع الكرة داخل ما داخلتش. صورة العمودية اللي مع القائم. اللي مع القائم بالمنظر ان الكرة ما ظهرتش بالكامل من القائم. وبالتالي فعلا الكرة ما داخلتش بالكامل من القائم. وبالتالي فعلا الكرة ما داخلتش بالكامل من هيقتها وكرة مش جوه. انت شايفها مش جوه. نا مش جوه. ممتال ممتال امان. الكرة بس في حيء جزء من الكرة لسه مستخبه في القائم. القائم ده على فكرة سمكه هو سمك الخط المرم. فخلاص. وبالتالي القرى ما دخلش بكامل هيئتها وقرار صحيح ما دخلش القرى انت عندك بقى حاجة تانية حاجة مهمة حاجة قانونية انت بتتكلم ان باهر المحمدي ورقم 11 اللي معاه دو شلبي دخلوا المنطقة لو شلبي لعب القرى وحط جون هيعاقب بالركلة حرة غير مباشرة مما كان اختراقه طب لو باهر المحمدي نافس المهاجم اللي هيعاز يحط جون او لعب القرى نافس مجرد منافسة او لعب القرى يعاقب بإيه؟ عاقب بإعادة الركلة لما دخلتش وبالتالي انت بتكلم على الحاجة الاثنين دومات لازم تبصرهم الوقت خلاص الاثنين دولات معاجل اثنين دولة اللي هلعب فيهم هيتعاقب لكن لو كرة داخلت بالمنظر ده الوتوماتيك من زيز جون محدش هبص الدخول ده على فكرة مش خطأ بحد ذاته وبالتالي انت نتكلم على اللطة هو غفل نقض على واحدة بتكلم ان انت لو دخلت واستفدت بالضبط انت عملت الاختراق واستفدت انت لعبت القرى اجيبت جون يعني لو لعبت زمالك ده مثلا كملها جون لو مصطفى الشلبي ركل خارج مباشر لما كان اختراقه ويلغى الهدف اه لا ده قانون حمال كان في قانون البهر المحمدي دخل مورد المنافسة بس يعني القانون بيقولك مورد ما تنافس مع المهاجم اللي عايز حطه بكرة جون هتعاقب عادة الركلة ما دخلش القرى ما دخلش جون طب انت لا ده مش متنفس بس ده انت لعبت القرى وبالتالي لازم تعاقب او اللعقب بتاعك ان انت عادة الركلة فضربة الجزاء دي كان لازم تعاقب ده قانون ده مش رأيي ده قانون وبالتالي يعني انا ما قلتها حتى في التحليل انت بتقول لي يعني لو في حاجة تقديرية يعني مثلا الخاط ديت مثلا انت مش شايفي الزاوية وقدرتها جول او مش جول تعدي على اي حكم ومش هتعاقبه لا ولا على فكرة والصورة بتقول اني ما تخدش جول ما تخدش جول وبالتالي انت بتكلم لكن ده قانون ده ما فيش مفحش اخفاله يعني بتكلم على اللي حصل هاكي اللقطة دي بقى معلش هنكمل بقى في اللقطة دي انا كحكم رابع لما بتزقف سدري بالمنظر ده ما ينفحش تعد كده حتى لو كان مبررك ان الجو صعب والدنيا مولعة والناس بتعترض ده مش مبرر خالص انا قوتي فين كطعم التحكيم انا انا ادوس على الزرار واستاذي طبعا لازم عشان يا كحامج اسمعني ادوس على الزرار عشان اسمعني يا غندور تعالى مدرب الزمالك لا لا يا غندور تعالى مدرب الزمالك زقيني في سدري اللي تعالى اطرده مش هيقوله بس اللي حدث هيقوله القرار ايه يعني مش محتاجة كلام انا انا بالنص كده يا غندور انا مدرب الزمالك دفعني في سدري تعالى كرت احمر الغندور افاكي ما كانش هتأخر لحظة كان هيطلع وانت لا كان هتأخر لا اعذرني بقى معلش يا كابتين الغندور انا ياسف انا انا اغضبت نفس مكان الغندور لو هنتقل الكابتين احمد الغندور في الممرأة دي انا مش واحد بقى انضرب للجزاء ولا كوسة دي كلها انا كمية الخناعات اللي شفتها على الخطس والي اعتراضات والي في الملعب الممرأة دي خلصت من غير ولا احمر ولا احمر واحد وكان في حاجات كتيرة ممكن تستطيع احمر يعني ده في ناس يعني لو ايه الكابتين احمد يرفع احمر مش على فاكرة مش للزمان بس لكمان المصر كانوا بيعترضوا يا كسيد يرفع احمر عشان الدنيا لهم اتهونوا كتير جدا في المطش ده مش مسدق وعرفيك انا اعتقد مش هعمل لك ده تاني اتهونوا كتير جدا يعني اتهونوا كتير جدا في انذارات وكروت حمراء مستحق في المطش وده طبعا يقلل منهم كطاق متحكين طبعا فالمنظر ده ما ينفعش باي حلم الاحوال يحصل محاكم بتاع اعتقدش اني في حكم رابع بعد كده يحصل مال منظر ده كده ويتوانى اني يقول الحاكم تعطرده اش منطقية انا مصدقتش انا مصدقتش لا على فكرة عاطف حسين موجود في الدورة قديم حتى عاطف من الحكام القدام في الدورة هو عاطف انا اقول لك بممتال انا ولا مجال كامش عاطف على فكرة ولا عرف تبصيل انا انا واثق ان عاطف قالك الدنيا مولعك مش هولعك والدنيا بايزة فمش هينفع حط لا حط النار على البنزين وولع الدنيا يعمل الصح فهو دي القصة مهما كان الدنيا مولعها اعمل الصح فانت عملك الصح دي هتنجح الدنيا مش بالعكس انت لما تطبطب هتبقى الدنيا فيها مشكلة هنرجع للنقطة تانية من شوية اللي هو لا ما انفعش يتماشي الدنيا ما هتماشي الدنيا دي عندك مشاكل ما في الاخر انت هتطلع مزنب بالزبط يعني انت تطلع تطلع الخسران هو طول ما انت بتعمل الصح هتلاقي نفسك انت في الاخر كلنا كسبنين كحكام وطب تحكين ايه تاني كان الاسبوع ده لفت نظر ده في كتير عندنا حلالة كتيرة عندنا يا شباب نبدأ بي دلوقتي عندنا حلالة كتيرة مجهزينها لازمالك وفاركو برضو كان بص اللقطة دي جت صورة في السوشال ميديا الصورة ما كانت الكرة بجتش في اليد عشان بس امريجي دعب السوشال ميديا بتكلم على فيديو لحظة لمس الكرة للإيد كان الإيد موجودة فوضة طبيعي مش مكبر الجسم محمد الغازي خد قرار الصحيح وانتظر الفار وفعلا الفار أكد عليه بص الإيد في المنظر ده الإيد دي اعتبر لازقة في الرجل الكرة الإيد في المنظر ده مش مكبر الجسم مش خارج الجسم وقتا يستمر اللعب فيه في السوشال ميديا بقى جاء كرة إنها قدام الإيد خالباك بص دي زاوية أو ده لا دي صورة أنا حلو قلتها لك دي صورة اللي بتكلم على خلامي على الفيديو لساعة لمسة وصلت والإيد جنب الرجل لكن اللقطة الصورة دي اللي تاخدى الصورة بالمنظر ده الكرة يا كاسي دي سندمس الإيد عشان بتكلم على سوشال ميديا واللي بيحصل في الصور أنا بوصلك القصة إن هي كرة رايحة لإيده بس الإيد الكرة بدأت تلمس إيديه وإيديه جنب جسمه وبالتالي أنا بتكلمك اللقطة دي فيها فيها إخداع بصري إنت الناس بتصور الصورة وبتنزل بقى تتكلم عليه فأنا أكلمني في فيديو لأن الصورة دي صورة خداع القرة اللي لغت دلوقتي ما جاتش في إيده عافية هي جات في إيده إمتى والإيد جنب الجسم مش مكبر الجسم أيوة هي جات هنا بقى الصورة بقى فيه فيديو الفيديو موجود الصورة اللي هي المواجهة هتلاقي قرة لمس إت والإيد جنب الرجل وبالتالي استمرار للعب كان قرار صحيح مفيش في قرار لمسي هنا وبالتالي استمرار للعب مفيش خطأ وقرار صحيح محمد الغازم الحكام الصعدين الوعدين بس كان في خطأ جسيم أنا خطأ جسيم أنا قلتها له هو كلمني على فكرة طيب هنجيل هقولك قلت له إيه فيها بص وحط الصفارة بقى ورجع هيا دي يا عكب أنا قلت له إيه قلت له أنت ما توقعتش الخطأ لازم في التحكيم نتعلم حكام الصورة نكلمهم اقرأ وتوقع يعني اقرأ اللعب وتوقع الخطأ لو توقعت الخطأ هتاخد القرار اللي حصل هو تفاجأ باللي حصل هو حط إيده عرب بالصفارة ما صفرش أنه مش متأكد لأنه كان بعيد شوي فصفر لا ما صفرش لا أنا كنت بقولك يعني ما تصفر يعني هي شكل هي عرب لضربة الجزاء بص تكريم من مبدأ العام في التحكيم أنت ما شفتش الجزاء ما تحسبش ماشي بس هي عرب لضرب الجزاء يعني زي ما أنت قلت كده كابتن جاد أنا متوقع هي توقعي هنا بقى حتى لو مشوفتهاش هي عرب لضرب الجزاء وما توقعش الحرس يخطئ بس أنت عندك ضغط حصل البرس اللي حصل ده لازم أقرب أول ما يلاقي فيه برس حصل فيه ضغط حصل من المهاجم أنا ما بيكونش مسافة دي كلها ده شغل عاملي في الملعب من الحكام بيتعلموه أول ما تلاقي برس حصل من المهاجم المدافع أو حلس المرمى أنت بتقرب أوتوماتيك يعني إذا كنت مشدود كده عشان ما حصل أكشن في اللحظة دي فهو ما توقعش أنه ممكن يحصل خطأ فالخطأ لما بيحصل أنت لما بتقرب بتشوف هو كان سهل جدا نعرف كده الخطأ الوحيد اللي قاف معه في الماتش طبعا الفرس حصل الخطأ لكن كنت أتمنى أنه أنه كحاكم واعد ومن حكام المرشحين بكوة القائمة الدولية هو وإبراهيم أحمد يعني أتمنى أتمنى يعني إيه ياخد باله من الحتة دي لازم يتوقع ولازم توصل بصورة كبيرة للمكان الصح لأن في الآخر من الكلام كريم أن المكان بيسوي قرار توصل للمكان الصح هتخذ القرار الصح مباراة الأهلي والدخلية برضو كان في حالة مهمة هتقولنا يا شباب مباراة الأهلي والدخلية كابتن جاد برضو يعلق على قطات اللي فيها دي كورة ده كان هدف الأهلي والناس اتكلمت أنه في خطأ قبل الهدف إبراهيم عمل مطش كواس جدا حاكم من حكام الصعادين اللي برضو موجود في الصف الأول للترشح للقائمة الدولية عايز أقول الهتكاك اللي حصل ده احتكاك حصل معه مرة واتنين وهو اللي حط المعيار ما كانش في خطأ في اللعبتين اللي حصل مع لعبي الدخلية واللعبي الأهلي واته هدف صحيح واته هدف صحيح ما فيش تسلل قبله ما فيش خطأ قبله وباته الهدف صحيح طيب ناخد اللي بعضه يا شباب كان من راكل الجزاء هو واخد زاوية واخد زاوية ممتازة ممتازة واحتسب منتهى السبات وراكل الجزاء صحيحة للعبة كورة لعبة الدخلية اللي أهمى اللعب الأهلي ياسيب رهيم بوصل للرجل مباشرة وبالتالي الخطأ موجود بإهمال والحاكم موجود في مكان ممتاز زاوية رؤية ممتازة القرار المكان بيسوي قرار صحيحة وراكل الجزاء صحيحة تحكيم سهل بس إحنا نسهلوا عن عبسل أه أه أنا ولك أه والله سهل فعل أه انتأكد على القرار من الفار وخلاص والتنفيذ طبعا الدخول برضو متر ولا متر ده ما فيش فيه أي خطأ استمرار اللعبة كان قرار صحيح وما فيش مشكلة طيب دي من بوقت اللعبة دي مهمة جدا مهمة جدا لطارق مجدي أنا أنا يعني بحييه فيها لأن بس كنت لازم أنا أن تكمل بإيه بقى هو لو توقع وراح بدر شوية لو راح بدر لو بطارق ما كانش من السبات كان هيوصل ود الكهرباء انظار بس هو طارق عشان بعيد قدر ما فيش خطأ وبالتالي استمر اللعبة اللعبة دي السيميوليشن واضح من كهرباء كان لازم انظار طبعا أهم حاجة ما فيش فيها خطأ لأن كان هواته هيترد مدفل اتحال لو في خطأ طبعا كان الفرح يرجعه لكن الأهم في اللعبة انه ما احتسبش الخطأ لكن طارق لو كان توقع برضو وتحرك شوية طارق من الحكام المدفلين جدا وعمل موسم هايل طب هو ما احتسبش الخطأ لماذا ما توقعش انه فيها تمثيلي هو البعد وعدم وجوده في المكان القريب من اللعبة مش هيدلو الجرأة أو الرؤية انه يشوفوا الراعي الحم يشوفوا دلوقتي هو بص احنا بس هرجع ورا شوية هرجع ورا شوية الكرة لما طلعت هو كان سابت هتلاقي هو بيتحرك من السبات لما تحرك من السبات زال العربية بدأ من البداية خلاص يا كريم مش هتلح هتوصل المسابة انت عايز هو لو كان في الفترة دي ارى وتحرك وجيري قبل الكرة ما توصل كان لحقهم وخدوا الكرة الصح لكن في الاخر هو بالنسبة لي الاهم ان ما طلعتش لعب الاتحاد وحسب راكل حرة مباشرة للأهل الكرة الصحيح عظيم ناخد الوقت اللي بعدها ما انت عابس يا كابتن جاد انا هقول لك بس النقطة وقفوا هنا جماعة اللقطة واحدة اللحظة واحدة بس اللحظة واحدة يعني في اللقطة دي على طول جمهوري الزمالك عمل ايه قال لك مع المباراة ايه افوا زيزو كان عنده نفس الحالة داخل منطقة الجزاء ووقع فخد انذار فعلى طول بيكرنوا تلك قائن يقول لك ايه هو ليه الحكام عندهم معايير مختلفة لا مش معايير انا بقول لك بقى رد على الجمهوري الاهلي او جمهوري الزمالك طارق لو موجود قريب ومن كهرباء وشافل وشافل السيميولوشن الموجود ده كان برضو صفر وحسب عليه الانظار الموضوع مش حاكم عايز ومش عايز يا قصة القرار بيجي من مكان انت موجود فيك حاكم صح وبالتالي انت مركز صح خدت المكان الصح هتاخد القرار الصح فموطق ولكنه ليس متعمل لا لا خالص ما فيش حد نعملنا حاكم متعمل عظيم ناخد اللي بعد ده برضو من برات الاهلي والاتحاد ده الهدف اللي تم احرازه للاهلي طبعا طارق احتسف في الملعب محمد عدل المميز حاكم فار موجود معنا قال له تعالى عندي خطأ من عمر كمال عبد الواحد اللي دهس دهس رجل اللعب الاتحاد طبعا راح شاف الدهس كان موجود حتى لو لعبت الكرة ده فكرة مش مبرر ان تدهس على القدم حتى لو لعبت الكرة ودهست تتعاقب فهو لعب الكرة الكرة صامد فيه لعب الكرة ودهس على القدم يتعاقب وكان لازم طبعا طارق يرجع لما شاف اللي لعب بالمنظر ده لازم يلغي الهدف زي ما هو لغاه وكان لازم يدي انذار لعمر كمال عبد الواحد ينفى يدي انذار لأ طبعا هو انت شفت اللي مش شرط ترجع بقى كارت احمل مش شرط انت شفت اللقطة انت طالع عشان تلغي الهدف صحيح بس اللقطة ده تسادع انذار يرجع بانذار فيلغي يلغي الهدف ويرجع بالراكلة حرة مباشرة للاتحاد وانذار اللي عمر كمال عبد الواحد ومداش الانذار بس في الاخر الهامة بالنسبة لي برضو ان الهدف تم إلغاءه لان الهدف سبقه خطأ على لعب الاهلي ممتاز والله فيه العطات حلوة برضو فيه حاجات ايجابية واسة هدف الاهلي اللي تم احرازه هدف صحيح ما فيش فيه اي خطأ ما فيش فيه اي تسلل وبتكلم على هدف صحيح المراجعة الهدف تم بصورة صحيحة وهدف صحيحنا للاهلي والحاكم احتسابه والفرد اكد والديني سهل عظيم طيب الاخر حاجة معنا الزمالك والسراميكا كليوب بطر عندنا لقطتين في المطش ده شعرفوا ما جيبن الاتنين ولا جيبن واحدة بس الزمالك والسراميكا كليوب بطر لطف حالتين معنا حالتين يا شباب من المطش ده ولا واحدة واحدة نشوف دي الاول دي الاول الحاكم محتسبش احتسب خطأ وانظار للعب الزمالك الحاكم اللي طبعا المساعدة اداله القرار اداله انظار اداله الراك الحرة لكن الرؤية الحاكم اداله انظار ماشي وارد ممكن تحصل مش شاف لفرصة محققة وعنصر فرصة محققة الفرصة تعالي انا عندي احتمالية كارتة احمر يالله المنقذك اه لفرصة محققة بص انا دايما اقول للحاكم في اللطن يا كريم اعتبر ان الخطأ دا مش موجود يعني شيل الشدة دي هل حد ممكن يلحقه كل عناصر فرصة المحققة موجودة السياطرة على القرى بصدر مستقبلية اللي تجعل عام على المرمى عدد المدافعين والقرب من المرمى كل دا موجود الاربع عناصر موجودة وبالتالي معادل اللاعبين دا اخر اللاعب المنظر دا لايمكن اللاعب اللي هنا دا الشمال دا اللي جنبه دا يلحقه وبالتالي فرصة المحققة موجودة دا كانت احمر مباشر ما بيش فيه اي نقاش هو رجع للأسف واصرع على قراره بانذار وده خطأ بالحاكم الفرق ان بدوره الحاكم رجع بالخطأ اصرع الخطأ خلص دا قرار حاكم هاي بقى الاخطاء اللي بتجن ليه بتزعلنا اه اللي هو انا متفاهم ان الحاكم طبيعي يغلط فردي مالعب زي ما حالك قلت كده بالزبط وارد انه طبيعي ما شفهاش انفرات فايد دي ينزار فيه بار بقى ليه عشان يحسن الامور دي السبت هداله قرار الفر قام بدوره وهو الرجل ما خدش القرار القرار طبعا كارت احمر كان كارت احمر مباشر لحسان عبد المجيد لعب الزمالك عظيم ناخد اللي بعدها في نفس المباراة اه حاكم الفار استدعاه قال له انا عندي احتمالية راكل الجزاء اليد خارج الجسم انكبر الجسم جات في ايد لعب سراميك تعال شوفها طبعا لعب الزمالك احترد لعشان راكل الجزاء استمر اللعبة زي ما احنا شغالينا هو اتما فيش مشكلة خالص حكم الفار برضو استدعاه تعال شوف اللعبة طلع شوف اللعبة مقتنع شب راكل الجزاء وهي راكل الجزاء صحيحة لم احتسب تحسب للزمالك يعني برضو نفس الحكم ونفس حكم الفار في نفس المباراة برضو بيديك حل ان عندك راكل الجزاء صحيحة لما تحتسب الزمالك وانت رجعت محتستش هنشوف الايد دي اللي هنشوفها وناخدها واحدة واحدة مع بعض لأ مش دي خالص كمل هي دي جات بقى الجسم والايده اللي مكبر الجسم خارج الجسم هتبان في اللقطة تانية هتبقى أوضح هتجيبها والفضل هتجيب له اللقطة بممتال وضوح لما تغبط في الجسم تغبط في الرجل تروح للايد اللي بر الجسم مكبر الجسم يعاقب عليها بركل الجزاء وبالتالي هو جاب له اللقطة ورجع للأسف محتستش رجل الجزاء وكاتراج الجزاء صحيح للزمالك ما تمش حيسابه احنا قصة وقصة كاتوضح يعني سهلة طيب فخطأين في المطش بس أعلم عليك الحاجة ليه لقطة الزمالك مش مؤسر يا زمالك كسب لقطة السيراميكا مؤسر لاني خسر في سؤال جيف باري دي الوقت هو الحكام في نصر كلهم بيحبوا بعض يعني مثلا في شغلانتنا في أي شغلانة في الناس اللي بتنقاشين النجارين الدكاترة مش شرط كل الناس بتحبوا بعض ده اي مجال كده هاي الحكام بيحبوا بعض كلهم لأ مش كل الناس بتحبوا بعضها في مجال واحد طبيعي يعني الإعلاميين كلهم ما بيحبوش بعضها مش كله بيحبوا بعض يعني فيه ناس بتحبوا بعضها مية في المية لكن ты ماعيس شغلان ممكن حاكم ساحة يع jullieن مع حاكم بار حاكم بار يعني مع حاكم ساحة علشان ما داخلش انت اللقطة يعني هو هتعالي حساب تصورها معاي ما ممكن لو عملت كده بتعاني أحساب نفسك أنت عارف تعليمات بتجيلك إزاي في التحاد دولي لما تروح بطولة فيها فار يقولك حاول طول الوقت ما تلجأش للفار حاول طول الوقت تجتهد واشتغل أنت بتروحش للفار خالص لكن قوع لما تروح للفار في لقطة واضحة والصورة واضحة قدامك تعاني فده حزير وجوبي يعني أنت حاول طول الوقت ما تلجأش للفار بقى حامل أحوال أنت حاول تجيب قرارك اجتهد واشتغل كما شغلك العادي خالص الفار ده بالنسبة لك قبشة موجود لو ما شفتش لقطة معينة لكن قوع لما تروح للفار ويديك لقطة واضحة تعاني تقول لا أنا صح والفار غلط طيب هتقولنا يا شباب أخي لقطة مع الكابتن جهاد شادرات دي مهمة جدا كمان جاهزة معنا؟ يلا بينا هذه الحالة التي أثارت الكثير من الجدل مباراة الأهل والترجي فينات أفراق هلأ قلت أن الترجي استحق ضرب الجزاء مش أنا بس على فكرة حلو في ناس بره مصر قالت كده قالت كده همشي معك بقى واحدة واحدة فاضل وهقولك الجمهور بيقول إيه فاضل يا كابتن جهاد فإن الأفراقية لأهلي بلعب الترجي فأنت لو مش هتيجي مع الأهلي دلوقتي هتيجي مع الأهلي إمتى ده مش محتاج دلوقتي تبقى محيد ده الأهلي بيلعب بيمثل مصر وده فإن الأفراقية وإنت كان رأيك الفني أنها ضرب الجزاء ما زلت عند رأيك الفني الأول بص أقولك الحاجة أنا بقى تفكرة بقى تلقى الوساكة وكلينة ما ردوش علي ما ردوش عليها على سبب واحد بس ما بيحبش اسمه من دلقى ألف إعلام فهمت يعني أنه انت بقى تلقى لهم على الواتسل ده وده طبعا ما ردوش على الاتنين لأنه لما بقول رأيهم في إعلام مش هو مش عادي اسمه يجب تلقى ألف إعلام فهمت بص كري انت طول الوقت طول ما انت بتراها ربنا في شغلك واللي بتشوفه بتقوله بوضوح يجي على الأهل لتصالح الأهلي أو على الأهلي لعا فيك اللقطة دي لو جاءت الأهل في الدورة هقول نفس الكلام بس أتمنى وده ما اتشهد علي اللي قاله عكس الكلام ده ما يغيروش رأيه لأن اللي قال اللي قال إن الكرة من الرجل المدافع لإيد المدافع زميله على المطلق على المطلق ما فيش فاة لامسة يد أقوله أنا آسف القانون ما يقولش كده المشرع ما يقولش كده المشرع بيقول آه الكرة من الرجل للإيد حتى لو فضعها غير طبيعي ومسافة صغيرة وكوة وصرعة يعني مفاجأة ما فيش فاة لجساء ما فيش فاة لامسة يد لكن خلي بالك إن لو في مسافة موجودة وكرة مش قوية مش ضعيفة مش مش قوية ضعيفة يعني يقدر يحرك إيده ويعمل فيه يعمل اكسترا موفمينت يعاقب عليها فيه لقطة في الاتحاد الأوروبي أنا مش عارف كتب هوريه لك بس إن الوقت أتخذنا مواردهش كاللطة من رأس المدافع لإيد زميل المدافع اللي عمل اكسترا موفمينت كبر إيده يعاقب عليها هجاب من زميله يعني أنت إنت زميل يلعب للكورة أنا عملت إيدي كده عملتها كده بقى خلاص القنون بيقول آه يقول بقى خلاص ما تحاكمنيش عليها اللي ما عجبنيش في اللطة عفاك اختلف معايا كريم زي ما أنت عايز بس ما تشويش يعني ما تشويش جهات جريش عشان اختلف معاك في قرار ده اللي ما عجبنيش في القصة لكن أنا اختلف معايا اختلف معايا بمطال وضوح عفاكرة خبراء الفيفا مع بعض بيختلفوا مع بعض عفاكرة كنت أعاد معاك وحامل مفراج ما اختلفت معاك عادي جدا يعني زعلت منك لا خلاص يعني اختلف عادي جدا صحيح وكل واحد يلو يتنظر عفاكرة بقول لك خبراء الفيفا اللي هما موجودين في الفيفا والآيفاب الناس اللي بتشرح بيختلف بيختلفوا بيصوتوا بيرهم من بعض عشان ياخدوا قرار في لعبة صحيح فده وارد جدا صحيح طبعا لقد ناد الاهلي ناد كبير واعلامه اعلام قوي وزيان الزامري ناد كبير واعلامه اعلام قوي فمش مقبول النجاة دي وعلى عكس الكلام في ناس ألت معايا كده اللقطة وكلامت فيها على فكرة مشكل الناس بس طبعا ده ما جاش هنا في العلامة المصري لكن انا مغضو نظر عن اللقطة اختلف معايا زي ما انت عايز والرأيك زي ما انت عايز لكن ما تشويش في حاجات انت واثق انها مش مصبوطة ده اللي زعلني في الموضوع بس لكن في الاخر النقد انا كنت لقل لخمسة وعشرين سنة وثلاثين سنة في المجالة التحكيم هم كنت زي ما انت عايز بقول اللي انت عايزه معا فيش خلاف شخصي مع اي حد طبعا لكن ما فيش حقائق تبقى موجودة قبل كده وقلتها بصوت وصورة وتخالف الحقائق اللي انت قلتها بالسنة كنت عشان تختلف مع جهاد فتطلع جهاد وحش لا تختلف مع القرار ما فيش مشكلة من زي ما لا جهاد وجهة نظر مش مصبوطة عادي وعلى فكرة مع الناس في الفيفا والناس في الاتحاد الافريقي نختلف في قرار ده يقول اه ده يقول لا ما فيش مشكلة خالص لكن ما تشويش في حاجة انت عارفها انها نظيفة وحاجة كويسة والرجل ده اشتغل شغل كويس جدا وعمل شغل بأداء ولا أروع في طول تاريخه فديجي تشوي في مواقف انت عارف التفاصيل بقى وكل التفاصيل الصغيرة موجودة انت عارفها لكن قلت عكس اللي انت عارفه عشان تطلع جهاد وحش كابتين جهد دايما محترم ودايما نتشرف بيك دايما شكرك شكرا جزيلا تشرفتني ونورتني بقى النهار ده كان عظيم جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسا بكمالين مع حضراتكم بعد الفاصل الأسادز عبدالحكيم أبو علم ومهم مبدوح وكسير من الكواليس المهمة خليكم معا يا رب حضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة لأصدقاء العزاء عبدالحكيم أبو علم ومهم مبدوح وكسير من الكواليس المهمة وأكيد يعني الأحداث السجالية هي أبرز هذه الكواليس حكيم منور الدنيا دايما بسعت جدا بتواجدك ده أنا بكون سعيد يا كريم فقرة كانت رائعة جدا هزبع بس مهاب في حاجة فقرة كانت ممتزة جدا مع كابتين جهاد بس أنا متحفز على نقطة بس تفضل كلام إن جزئية مكان رحب على المهام منور يا مهام منور مشرف فضل أحكي حتة اللي قالها كابتين جهاد إن الموسم ده هو الأسوأ تحكي من لا مش صحيح الموسم ده هو فيه أخطأ طبعا ولا خلاف على كده بس مش بالصورة السوداء لا أنت لو بتكلم فيه موسم أسوأ كان من ثلاث سنين اللي عرفنا فيه كلمة حتواء عرفنا فيها الفص كترة جدا وكان فيه أخطأ كترة جدا السنة ده هو نفسه كابتين جهاد وأنا بقولك من أفضل حلقات أكد أن المطش نفسه اللي عليه الخلاف كورد زيز ومشجون كل مولد اللي المطش معمول عليه ما فيش أي حاجة فيه يعني ما فيش أي حاجة فيه تستدعي اللي كل اللي بيعمله نادي الزمالك بالبيان وبالدونة دي كلها لأ ممكن تقول في أحداث سابقة أنا متفق معك لكن الدور السنة دي مش هو السنة السوداء أنا هنا لا أدفع عن بريرا ولا أدفع عن تحكيم بس أنا بتكلم أني هو بيقولك الأسوأ تحكيمين من 15 سنة طيب أنا أروح لمها بحسألك شو هي تأسئلة سريعة جدا التحكيم بشكل عام في مصر نطلقي عنه ولا لأ طبعا بس عايزوا لك حاجة بس عشان برضو نبقى صرحة ونخلنا منصفين تمام السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بقت وباء على منظومة الرياضة في مصر هل مش دول التحكمين اللي كانوا في كسر أمم أفريقيا هم هم ولا حد غيرهم ولا إحنا جاء لناس تانية لأ هم 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 طب إيه اللي حصل هناك بتتخلص من الضغوط انت بتطلع بره خلاص بقيت بره الضغوط اللي تتعمل عليك هنا طيب انت هنا دخل الملعب كأنك دخل حرب طيب هكمل معك وهجي لك يا مهاب هل إدارة المسابقات في مصر هي إدارة سليمة ولا لأ لأنها مبنية طبقا لضغوط معينة فبالتالي بتظهر لك أنها غلط مبنية طبقا لضغوط معينة فبتظهر لك أنها غلط بس هي مش غلط لا هي ما توفر لقاش البيئة المناسبة عشان تحاسبها هم وفر لها البيئة المناسبة أنا ضد أن أنت أحاسب كريم هم على أنه برنامج ناجح ولا مش ناجح طالما أنت مش موفر له إمكانيات إمكانيات اللي أنت عايزة هم أنت هنا إدارة المسابقات أنت موفر لها الأتموسفير والجو والبيئة اللي تخليها تشتغل صح وبعد كده حاسب إحنا هنا تملك كلمة إسطنبل اللي سابت عندنا يا عم شوف الدور أي طيب مش مختلف معك شوف الدور الإنجليزي أي طيب مشتابه الدور الإنجليزي حضرتك بينتهى في شهر عشرة اللي في مركات اللي بتخسل عدية في المركاتو الأهل عنده ستة لعيبة عارف يطلعهم أجانب لا مش عايفي بيعهم دلوقتي ليه أنا مش هنفع سيبهم في وقت دلوقتي منافسة أنا مفوض سيبهم دلوقتي عشان هو الناس بتبيع وتشتري دلوقتي أنا هنا على فكرة ما قولت كلمتين دول هتشتم كتير بس أنا أقول هم لك الأهل عايزة غير أربعة لعائبة منهم أربعة جانب عايزة غير أربعة جانب من هم هيقدر؟ لا بغضها هيقدر هول هم لك أنا طيب قول أدو جانج بيرستاو مودس طبعا آآ قندوسي قندوسي أسكرس تحت السن اللي أربعة دولي أنت عايزة تغيره آآ هل هتقدر؟ كريست أوكي الباقيين تقدر؟ أنت داخل دلوقتي في أهم 8-19 مطشاط ليك في الدوري لا يحددو لك أنت وبرامدز نقطة نقطة الأهل يعني فنظام المسابقات صعب أنت تحكم على اللي ماسك أنه يعمل تيجي تقول للمؤجلات أصلي مش عارف قبل طب هو إيه المتاحب؟ لما فيه الأهل بيلعب 8 بطولات وإنت المنتخب كل دلوقتي الجيندة دولية عايزة 10 تيام قبلها السنة التي جاءت تلعب في المنتخب 15 بطولة والزمالك بيلعب والأهل بيلعب وبرامدز بيلعب ومصر بيلعب فخلنا بالمنطقة والعالم طيب أنا عايز أجيلك لموقف النادي الآلف اللي بيحصل لكله دلوقتي بس الأول لما أعرف آخر موقف لنادي الزمالك من مهيب طيب تعليق بس على قصة التحكمة كريم إن برضو اتعاد الضغوط عن حكامنا برضو حكامنا بيغلطه بدليل إيه؟ بدليل إن فيه أندية أخرى زي سيراميكا زي بلدية المحلة زي أسوان قبل كده برضو حك يعني مطشطها بتشهد أخطاء تصدر المطشط الأهل والزمالك ممكن تتفاهم الضغوط البالأ بس اختلف معاك إنه كل الأندية دي برضو بتمارس ضغوط معينة إنه النادي اللي هيهبط والنادي اللي هيسعد والنادي اللي بيعرف يكلم رئيس ناجر المسابعات والنادي اللي بيعرف يكلم رئيس الشعارة الحكومة أنا قصدي مش الضغوط الكاملة هي السبب أحياناً بيبقى فيه منظومة بنحتاج إن إحنا نطور حكامنا فيه مش الضغوط بالنسبة للجلسة تفاصيل الجلسة اللي كانت بين نادي الزمالك ورئيس سورة لاندية بالضبط كده النائب أحمد بيعاب الجلسة بدأت باعتذار من جانب رئيس رابطة الأندية لنادي الزمالك بناء على تصريحات أستاذ سروة سويلم اللي كانت أو أثار الجدل الكبير داخل الرابطة ويمكن حصل مناوشات ما بينهم ومنعه أي حد يدخل مرة أخرى قبل يوم الثلاثة تمام فمبدئياً الجلسة بدأت باعتذار والاعتذار كان مقبول من نادي الزمالك لأن نادي الزمالك كان بيتجه إن هو يقدم مذكرة فيه أستاذ سروة سويلم ولكن الاعتذار تم قبوله بعد كده الرابطة عرضت حل رحيل أستاذ عامر حسين ولكن بعد خوض مباراة القمة رئيس لجلة المسابعات رئيس نادي الزمالك كابتن حسين اللي بيبقى لنصاً على الحل ده مش الرحيل أو مش الشخص ده أو مش رحيل أستاذ عامر حسين هو اللي هيفرق معايا اللي هيفرق معايا تكافؤ الفرص من الآخر الزمالك طلب طلب بكل وضوح طلب إن الأهلي يخوض مباراتين عشان يبقى عشرين مباراة بالتساوي مع الزمالك وبعد كده نخوض مبارات القمة الرابطة شافت إن الحل ده غير منطقي وبالتالي كان فيه يعني شبه عدم ليه الزمالك ليه الزمالك استنى أربع شهور بعد إعلان مواجلات الدور الأول ومباراة الدور الثاني عشان يعترض على هذا الأمر أربع شهور يعشان فبراير لجنة المسابعات أعلنت شهر ستة الزمالك بيعترضت ببساطة الأحداث أحداث مبارات المصر يا كريم هي اللي خلت أعرف لما يكون عندك فيه ضغوطات كبيرة جواك ويحصل حاجة تخليك بقى تنفجر هو ده اللي حصل بالزبط يعني الزمالك عنده مخاطبات قبل كده كانت غير معلنة يعني تواصل ما بين كابتن حسين لبيب والنائب أحمد دياب قبل كده كابتن حسين لبيب كان بيبدئ اعتراضه على نظام المسابعة لكن كانت غير معلنة ده بنت رأيك ده صح أو غلط لا غلط طبعا نعم أنا هشل لك حاجة هستخدمها في الوقت اللي أنا عايش احنا في حياتنا الشخصية ما بنحبش يبقى فيه يعني ما بنقولش يعني لو انت في حاجة جواك فاط فاط بيها على طول وقل لي مباراة فاركول والزمالك دي كانت من الدورية آه الأول من الدور الأول آه اللي من 48 ساعة آه طب انت بتعترض علي مش انت ككريم انت كزمال بتعترض علي ما انت لسه لعب أول مبارح مطش من الدور الأول فانت جا تعترض علي ما تفاهمني يعني قل لي السيناريو اللي انت عايز تعمله بتعترض علي انت كل الموضوع ده كله بعد نفسك انت جوا وانت جوا والناس قلت لك في السحل الشمالي ما تزنقش نفسك ما تحطش نفسك على الخط ما تخليش نفسك الدنيا مفتوحة بالنسبة لك لان كل عطل انت نفسك آخر مطش لسه من الدور الأول لعب أول مبارح فانت زي بالطالب النادي اللي نعمل كده وانت أول مبارح لسه لعب مطش من مواجرات الدور الأول على فكرة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان احنا الناس بتقول الكلام ما بتفكرش فيه مش حكي إعلام عشان الناس بتتهمي الإعلام في الآخر كمسؤول انت أول مبارح لعب مطش الدور الأول مطش من مواجرات الدور الأول انت كالزمال الكفار طب أنا عايز أقلك سؤال موقف الآلف اللي بيحصل ده كله ولا كأنه سامح حاجة ولا كأنك شاف أي حاجة نادي الأهلي فيه تعليمات صريحة تحطت الإدارة التنفيذية من الكابتن محمود الخطيب على جروب مجلس الإدارة وعلى جروب الإدارة التنفيذ والكلام كابتن خالد تحط على جروب اللعيبة لا فيه لعيب يدي تصريح أو تلميح على السوشيال ميديا على هذا الأمر ولا تجهز الفني حتى مرسل كله لو تسول في المؤتمر الصحفي كلمة الوحيدة اللي قولها أنا جاهز هلعب أنا الزمالك زي أي مباراة أنا جاهز لها وخطة تدريب تدريب عشان تساول أحمال بدنية تاني يوم راحة تلت يوم معسكر نفس السيستم الأهلي شغال عليه بالزبط مجلس الدارة مش هتلاقي واحد أي تعقيب الموضوع النادي الأهلي مش شايفه لكن النادي الأهلي بيرأي بالموضوع مش هقولك مثلا أنه هو عايش في دي لا طبعا يا مثلا الأهلي لو تقل له مثلا بكرة ولا بعده والله مباراة الأهلي والزبط دي هتنأجلها لنهاية الموسم ما هو الأهلي عارف إن مفيش أوبشل كده هسأخد بالك يا القصة هي مش معضلة كريمة إحنا كلنا عايشين في قضة وصالة هي البلطة دي مش جنب البلطة دي طب هتأجل مطش اللي أهلي زي ما كتحطه إمتى يعني قدام بخلص 15-8 خلص 16-9-8 طب وبعدين وبعد 19-8 هتعمل إيه طب وإنت رطباتك التانية اللي غير خمس إنت دلوقات السوبر الأفريقي الناس بيتفكر تحطولك في أول 9 أجين بلاش عندك منتخب اللي هيروحوا أولمبياد لو خد 4 عن دي أو 5 لعبة من النادي الأهلي هيعمل إيه الأهلي هيعمل إيه إذا كنت إنت عندك 100 مشكلة كريمة مش عارفت حلها هتأجل مطش إليه وعشان إيه وإيه السبب اللي خليك تأجل هو الزمالك في المنافسة أصلاً الزمالك مش موجود في المنافسة أصلاً بس من حقه حتى الآن آه لأ مفتس أولك أنا من حقك يا نادي أدام النقاط لسه ما بازتش يعني نظرياً لسه الأمور ما راحتش المناسبة لأكت الزمالك قبل أن تقدر تزمالك فأنا من حق إيه أولى أنا بني على إيه عدوك أنا من حق إيه اعتراضي الزمالك يا كريم أنا بس حد يطلع يناقشني بالعق بالمنطقة أنا حب يلعق للمنطقة أنا هامش معاك أولاً يعني فيه جملة بيقولك عد الكلام علي عليك قبل ما تقوله للناس قل أنت بتعترض علي أنت لسه لعب والمبارح مؤجل أدي أول حاجة في المؤجلات تتكلم عليها مش ملحك تنتر عليها النقطة الثانية التحكيم التحكيم الناس كلها اخترافت لك إن القرطان تتكلم عليهم مش صح الكابتن جهاد أهو قالك أنت كان عليك طرد لاحمد القندوسي لم يحتسب بس الكابتن جهاد برضو قالي أن ضربة جزائك المفوض تعايد وكان ضربة جزائك حسبت للزمالك هي كلمة احتوى إحنا عرفناها من مين أنا بس مش عايزة تفرع في الجزئية دي مش عايزة يروح للموضي أنا اللي أصده أن الأربع مطالب أنت بتتكلم عليهم الأربع مطالب بتتكلم عليهم مش منطقيين ومش على أرض مش بقولك مش هتحقق أو على أرض بواقع أنت مش بنحققك فيهم بس الرابطة ما أعلق يعني استسلمت أمام الزمالك في جلسة النهارة لا خالص الدليل الدليل عرض رحيل أستاذ عامر حسين عرض رحيل أو عدم التجديد لفيتور بيريرا بعد أنت هيقعده بس إحنا عندنا بس المشكلة إن إحنا بنقول الكلام يا مهاب من غير ما يبقى عندنا جزء منه في المعلومات طيب عامر حسين عامر حسين هيمشي لهاية المسلم شئتها مش أمان أبل أول مجلس زادة الاتحاد كعيده مجلس الاتحاد دورته هتنتهي بعد الأولمبياد فهو بره للاتحاد اتأرض رحيله بعد مغارات الطمامة لا ترضية هيمشي إزاي إزاي يمشي وأنا مجلس إدارة الاتحاد المنتخب هيخلص بعد نهاية إزاي يمشي من إيه لا هتبع عدو مجلس إدارة بس مش رئيس لدي المسابعات إزاي يعني من عادي ومين اللي كان من لاجلت المسابعات هنجيب حج جميل قوي همشي معاك لآخر هتطلع بره اللاجنة هو إيه اللي فاضي في لاجلت المسابعات أصلا عشان تديره ما السيستم تحطه مباردة تحطت ما هو الكلام عندنا سهل جدا حل ترضي لا مش حل ترضي على فكرة على فكرة سبورتنج سعد ولا مسعدش سبورتنج سعد ولا مسعدش على إيه يعني سعد دوره ولا مسعدش سعد فعمر حسين كي يعني هايسعد يعني جمال بنافس يعني لو سعد عام حسين مش هيبه موجود آآ فالموضوع على فكرة منتهي بس إحنا بنحط زي القصة ديقولك إيه رحيل رحيل بريرا تموها بره ماشي ما هو حدوه يخلص تمامي فهو في كلام كده احنا بنقوله خلاص دباجة حفظينها مهي مهي عشان احنا متعودين على كده هد الدانيا عضر مش إنت أنا بقولك هما بيهدد يعني أنا بقولك يعني هد الدانيا طيب موهب في مباراة المصري هذه المباراة المسهلة للجدل في موقف حصل ما بين عواد وما بين حسام عبد المجيد دو راجل زقه والزمالك عاقب حسام عاقب محمد عواد محمد عواد في تصريحات نسبت إلى مصدر مكرم منه أنه كان شايف أن حسام هو اللي غلطانه وكان بيحمله المسئولية وأن الزمالك عاقب حسام بس ما أعلن شعره يعني احكي ليه التفاصيل بتاع الحكاية دي وصلت لحد فيه طيب قبل ما حكي لك التفاصيل هقول لك معلومة عواد كده كده ماشي من الزمالك ماشي أو لن يجدد عقده في الزمالك ده قرار اتاخد خلاص من مجلس إقدارة ندي الزمالك تنصيق مع كابتن عبدالواحد السيد ونقع على تحفظ فني أولا وأخيرا تحفظ فني مش سلوكي يعني هو في التحقيق النهاردة خضع لجلسة التحقيق قال إن دينا رفزت ملعب واستشهد كمان بزميل لحسامة عبد المجيد اللي قال برضو إن العيبة كلها كانت متنشينة من أحداث المباراة بشكل عام والجدل القرارات التحكمية فالملعب كان متنشن تقبل عواد العقوبة 25% خصم من عقده لكن عواد دلوقتي أبلغ وكيله بالبحث عن عرض خارجي بناء على إبلاغ كابتن عبدالواحد السيد لي بعدم تجديد عقده ده قرار نهي ده بالنسبة للعواد بالنسبة للشناوي قبل الشناوي قبل الشناوي هو فيه حاجة لوجيك منطقي أنت الراجل متهم في قضية أحكم عليك بالإعدام قبل ما حقق معك بس عندنا في مصر ما حاجة بيأخذ باله برضو كابتن عبدالواحد سيد الإسم جبير جدا وفوق دي ماجه من فوق أنت طلعت القرار بخصم 25% من قيمة العقد يعني 4.5 مليون جنيه خصم تاني يوم أو تاني يوم ونطلع قرار تاني أنا أبعطك للتحيي طبعا أنت حكمت حققه كمدير كوره حقق كمدير كوره وليه حقق كمدير كوره وليه حقق كمدير كوره أعاقب وبعكد حقق أو حقق وبعكد عاقب لا أحقق وبعكد عاقب حقق أنت عاقبت بجيبت حت حامعة على إيه خلاص أنا عاقبت أنت سيكون على فكرة ممكن تقول لي كالعادة إحنا كصحافيين الصحافيين الخبر بتاعك مش مؤكد هذا خبر مسرّب لكنك طلعت على صفحة وإن كان لو تسألنا يعني أنا مع فكرة العاقب حتى من جلت تحيي loose على فكرة تحييبت يا عالجلة قانونية أصلي من أحد إعترض لحد أنا عن نفسي ما عقبتش على الموضوع على فكرة أنا مع القرار حتى لو أكبر جدا انا 4.5 مليون جنيه بس موقف ما ينفع شي حسب من اللعيب دولي أوكي أنا مش مختلف لكن انت تاني يوم راح تنطلع على القرار بتحويل التحيي طيب دعواد الشناوي شناوي كامل مع لاهلي أو ألا هيروح الوحدة السعودي محمد الشناوي عرض الوحدة السعودي الناس بتقول لك ما جاتش لكن لا فيه كلام مع كبتا أحمد الخطيب بشكل مباشر فيه كلام مع محمد عواد مع محمد الشناوي بس فيه نقطتين هيحسن موضوع محمد الشناوي أول حاجة النادي الوحدة السعودي لديه مشكلة قانونية أو مشكلة مالية لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية لأنه عنده مشكلة مع اثنين لعيبة كانوا عنده ولازم يخلص فلوسهم عشان يأخذ في النقطة التانية إن محمد الشناوي طلب من مسؤول الوحدة هولد على الموضوع لحد مطش الأهل والزبالك بعد مطش الأهل والزبالك أبقى فيه تطور العرض جدي والعرض موجود وبرقم مناسب لمحمد الشناوي مارسل كولر مرحب بفكرة راحل الشناوي مارسل كولر مش قصة مرحب لان يمانع راحل الشناوي بص يا كلمة كنت عندك هنا من 3-4 شهور وقلت لك النادي أهل عنده 6 حراس مرمى مفيش حد يفهم أقلم من محمد الشناوي والكلام دي احنا قلناه من قبل ما قلت بالأسماء لحد إياد تامر موريد 2008 قلت بالأسماء هنا عندك الأهل ما عندهش مشكلة على فكرة بس هي المشكلة هتبقى فيه اللي انت لما تاخد قرار محمد الشناوي هتبقى تضطر الزنفولي هتحول عقده من إعارة لشراء نهائي الزنفولي هتحول من الدخلية كمان النقطة التانية حمزة علاء مش هتفعله عنه يمشي فهما دول النقطتين لو الشناوي خد قرار الانتونين هتعملوا في الحمزة على أكا المفروض عايز يطلع عارة هتقوله لا مش هتطلع والزنفولي هتحول عقده اللي بعنهاي هو صحيح الزنفولي هتحول عقده اللي بعنهاي اهو صحيح الزنفولي خلص مع عمر السعي لأ بإسماعيلين متقلق عمر السعي وقع رغبة لنادي الزنفولي لكن عقده ممتد مع الإسماعيلي حتى 2018 فحتى الآن الزنفولي مخلص مع الإسماعيلي الزمالك عايز يعمل ايه او تفكير؟ انا عارف ان الجملة دي بنقولها مكررة يعني وضعها عادي؟ يعني في مصر عادي دلوقتي يعني الرغبات كلها تتقطع حتى لو ما خلصتش مع النادي نقطع عادي تفقى جينت المانكين لو اللاعب في الزمالك هو اللي وقع رغبة للإسماعيلي او لعب من الاهلي هو اللي وقع رغبة للإسماعيلي طبعا في لعب موقع قد 3 أنديها السنة لا عبدون ذكر اسمه لاعب متاح ثلاثة أنديها عايزين يجيبوه موقع للثلاثة أنديها ولي خلصني من النادي بتاعي انا روح مش رغبة موقع اوه اربع نسخ ولي اول حرف من اسمه الاف نان الاف نون لا مش عايزين نسك باسمس عشان مدخش بس انا بقولك الاف نون ده اسمه الأولاني واسمه التاني صح؟ هو اسمه ثلاثي لكن هنخلن في الأول والتاني بالنسبة انا سبقلك سبك من ده اسمه بس انا بموقع له ثلاثة أنديها ماشي إيه اللي خلصني يا باشا من فريق بتاعي؟ هو واسق؟ إنه ما فيش ولا نادة من الثلاثة دول؟ هي هيطلع العادة أنك هتوقف هيطلعت هتوقف صح على فكرة مش قصة لا ورئيس النادي كمان بتاعه ما بيهزرش في الحاجات دي هره هيمسكهم على السوشن ميديا يعني هره طبق بكلمة الأحمد أبينا أوفة ايه لا 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 خالص مش هو مش فيه طيب مواب وقع رغبة لكن الزمالك عايز يستغل قصة أن حمد النقاز اللعب الإسماعيلي عايز يقصة الغرام الإسماعيلي مديا دلوقتي الموضوع يعني يمكن حمد النقاز ليه ست شهور مستحقات متخرة عند الإسماعيلي ففيه أزمة في الإسماعيلي ماليا فالإسماعيلي هيتجه للزمالك هيطلب تقصيد غرامة النقاز إسماعيلي عايز يستغل ده فيه ضم عمر الساعي وعدم ثبات مستوية في بعض المبارات ميخلي الزمالك عايز يدعم المركز ده عمر السعبي يجيب في خط الوسط وفي الجناح الأيصر الهجومي وبالتالي لو الزمالك قدر إن هو يشتغل على النقطة دي رغبة اللاعب الأولى لانتقال للزمالك يعني مش عشان ميدوا لأب الروح بتاعه لا لا مش عشان ميدوا كهرباء مكمل أو لا ماشي بص الموضوع اللي الناس كتيرا اتكلمت في جزئية اللاعبة اللي مرسل كولر حسم موقفهم والهم في الموضوع مرسل كلها إن الحياة تتغير فيهم وليلة أحمد عبدالقادر كان خلاص الموضوع شبها رايح على توقيع إن رايح تركيا دلوقات تبقى لعبة أساسي والنهاردة النهاردة كان فيه جلسة معاه عشان تمديد عدو الكلام ده على فكرة ممكن لأقول مرة النهاردة أحمد عبدالقادر كان فيه قاعدة كان معاه النهاردة عشان يتمديد عدو لأي خلاص نهاية السنة اللي جاية أحمد عبدالقادر كان ماشي كان نعتبره برنادي هقولك مفاجأة تاني محمود متولي مونع مش مونع استبعد من خوض التدريب كان عبدالقادر كان بيتمرر يقابل تدريبه في الأولاية بعد ومحمود متولي حالياً واحد من ضمن العناسر اللي كانت بتشارك الفترة الأخيرة فجزئية إن إنت تقدر تتكلم على ناس هاتي مشاء وهتوعد مش هينفع تتكلم خصوصاً مع أنك فاضل حوالي 17 مورا كهرباء عنده عنده هو مش عند النادي الأهلي عرض من أحد أنديت الدرجة الأولى في السعودية مش الممتاز مش الممتاز نادي الدرجة الأولى عشان بس الناس بتتكلم على الاتفاق الوحدة الكلام ده مش موجود نادي الدرجة ولكن جه نادي الأهلي ما جياش اتجاه بالنسبة للكهرباء ايه؟ هو كهرباء عايز لكن الأهل اللي حدرت ما حسبش موقف وكولر يعني ما عندهش مشكلة يعني لو لا يساب كهرباء يسيبه بيع ولا عارة أعتقد عارة بس المشكلة هندية سوياً نتخدش عارب هي معضلة هي كلها كلكشة معضلة بس هي القضية كلها هوا كهرباء يروح ندرجة أولى تحت هو ده الأساس وكل حاجة بتتغير فيهم وليلا ساداني مصر طيب الصفقة بتاعت زين الدين بالعيد حصل فيها تعصر؟ تعصر مع الناد الأهلي؟ تعصر عموماً ولا الصفقة؟ هي الصفقة دلوقتي رجعت لنقطة صفر بالنسبة لناد البلجيك لأن الإدارة لما تغيرت خلت الأمور رجعت من تاني أن الناد البلجيك كان قرب جداً من زين الدين بالعيد عشان نقطة أساسية في الموضوع موضوع أحمد القندوسي الولد لما راح زين الدين بالعيد راح معسكر من متخب بلاد وليعب المطشين أخير ومطش وغندا قعد في المعسكر مع أحمد القندوسي أحمد القندوسي قال له على جزئية مهمة جداً لناد الأهلي أنك تلعب فيه أساس صعب جداً مش أصده حاجة هو الولد سأله فقال له خلي بالك الأهلي عنده ضغوط جامعية وعنده بتاع فالولد إلق شوية فراح للناس عرضي بالجيك بالعرض الناس بتجيك اتفقوا مع مع الاتحاد العاصمة دلوقتي الإدارة تغيرها فالأهلي رجع تاني للتفاوض وعرض رقم مليون دولار ومتين مليون دولار ومتين ألف دولار أوبشان تانين مشاركات وكده فالأهلي رجع للتفاوض من جديد القصة دلوقتي أنا لو تسنى عن أنا أنا كشخص زي رأي ناس في النادي الأهلي عنده أربعة خمسة في النادي لو خدوا فرص هيبقوا أفضل من زين الدين بالعيد كتير لكن حاليا الأمور ماشية خمسين خمسين وكمان النهاردة الفيحاء دخل في التفاوض برضو الفيحاء السويد دخل في التفاوض في السحر عظيم محمود علاء مكمل ولا؟ ومناسبة بس قبل محمود علاء مناسبة الكندوسي الزمالك تواصل مع وكيل الكندوسي ووكيل الكندوسي قال لهم إما البقاء في الأهلي أو العودة يعني للأهلي أو أوروبا فقط لغير يعني الكندوسي رفض الزمالك مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى طيب محمود علاء مكامل أو لا ماشي؟ محمود علاء من الأيام الأخيرة كان ماشي دلوقتي إدارة الزمالك بتضغط على جزي جمز أنه هو محمود علاء يبقى بناء على عدم قناعات بياسر حمد وبناء على عدم ثبات حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي في قصرة الإصابات وكده جزي جمز مش مقتنع بمحمود علاء فنيا واللعب نفسه نفسيا عايز يمشي خاصة أنه تلقى أكتر من عرض الفترة الأخيرة خارجي وداخل مصر كمان لكن إدارة الزمالك بالتنصيق مع كابتنا عبد الوحيد السيد بيحاولوا إقناع جزي جمز أن اللعب يبقى خاصة أن ياسر حمد بالنسبة لإدارة الزمالك وبالنسبة لمعاوني جمز هو حل أخير يعني مهاب شرفت ونورت شكرا جزيلا ختام حلياتنا النهاردة من رقم 10 يارب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الأفخير شكرا جزيلا